بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم مبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا هم بعد اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم وأما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الإجماع شرع بعد ذلك في الحديث عن ما يشترك فيه الإجماع وقبله الكتاب والسنة فإن هذه الأمور الثلاثة تشترك في النظر في إسنادها أو في النظر في سندها والمراد بالسند أي طريقة النقل إلينا فكيف نقل إلينا الكتاب وكيف نقلت إلينا السنة وكيف نقل إلينا الإجماع وكل واحد من هذه الأدلة الثلاثة قد نقل إلينا بطريق يختلف عن الطريق الآخر فتارة ينقل بالتواتر وتارة ينقل بطريق الآحد وفي الدرس الماضي مر معنا أن الإجماع إذا نقل بطريق الآحد فإنه يكون إجماعا ظنية وإذا نقل إلينا بطريق التواتر فإنه يكون إجماعا قطعيا إذا تحقق فيه الشرط الآخر فيما يتعلق في المجمع عليهم لأن القطع مستوفى شرطين في نقله وفي شروط المتعلقة بالمجمعين التي سبق ذكرها في الدرس الماضي فقول المصنف ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن أي أنهم تشترك في هذين الأمرين وهو الإسناد أو السند الطريق الوصول إلينا وسيفصله المصنف بعد قليل والمتن أي الصيغة التي نقل بها قبل أن نتكلم عن شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى أريد أن أعرف أن أريد أن أبين أن ترتيب المصنف هنا تبعا لغيره لم يرتضيه بعض مختصره هذا الكتاب فيوسف بن عبد الهادي في اختصاره لابن اللحام في كتابه المشهور باسم غاية السول رأى أن الأنسب أن يقدم الحديث عن التواتر والآحاد وما يتعلق بصيغ الأمر وهكذا الصيغ الأخرى قبل الحديث عن الإجماع فأخر المبحث السابق وهو الإجماع بعد الحديث عن السند والمتن معا لأنه رأى أن نتعلق هذه المباحث المتعلقة بالسند والمتن بالكتاب والسنة أظهر من تعلقها بالإجماع فناسب أن تكون ملحقة بالكتاب والسنة وعلى العموم الأمر فيها إنما هو توجيه رأيت تقديمه أو تأخيره فالنتيجة فيه واحدة نعم فالسند الإخبار عن طريق المتن نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول الأمرين وهو السند ويسمى في بعض الكتب بالإسناد وبدأ المصنف بالسند قبل المتن لأن الكلام في الشيء والنظر فيما يدل عليه إنما يكون بعد ثبوته عند الشخص فلذلك نحتاج إلى النظر في الإسناد الذي نقل إلينا به الكتاب أو السنة أو الإجماع فناسب النظر فيه قبل النظر في المتن وهو المعنى فقال فالسند الإخبار قول المصنف الإخبار بكسر الهمز هذا مصدر أخبر يخبر إخبارا قال الإخبار عن طريق المتن والمراد بالمتن هنا الأمور الثلاثة وهي الكتاب أو السنة أو الإجمع ويكون الإخبار عن طريق المتن أما أن يكون بالتواتر أو بالأحد وسيأتي تصير ذلك في كلام مصنف وقد يكون نقل الآحادي متصلا وقد يكون منقطعا وسيتكلم عنه المصنف كما سيتكلم المصنف عن طرق التلقي للمتون المسموعة وصيغها وكل هذا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه قاله القاضي وغيره وناقشه بن عقيل نعم قال الشيخ وللخبر بدأ يتكلام مصنف عن الخبر الذي هو المتن قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه أي تدل تلك الصيغة على كونها خبرا وإن لم تحف قراء تدل على أنه خبر فبمجرد الصيغة نثبت أنه خبر مثل انطلق عمر قام زيد ذهب خالد فهذه الصيغة تدل على أنها خبر بمجردها قالوا فكما نقول إن للأمر صيغة فكذلك نقول إن للخبر صيغة يقول المصنف قاله القاضي يعني به القاضي أبا يعلى وغيره أي وغيره من الفقهاء ومنهم الشيخ تقيدين فقد صرح بذلك أنه للخبر صيغة ثم قال وناقشه ابن عقيل ابن عقيل في الواضح لم يناقش هل للخبر صيغة أم ليست له صيغة وإنما قال إن التعبير للخبر صيغة فيه نظر ورجح ابن عقيل أن الصواب أن يقال الخبر صيغة ولا يقال إن للخبر صيغة يقول ابن عقيل في الواضح أو معنى كلامه قال الصواب أن يقال الخبر صيغة ولا يقال للخبر صيغة ثم ذكر أن من قال الكلام في النفس حسن منه أن يقول للخبر صيغة تُعبِّر عنه فأما من قال الكلام هو الصيغة فقال الأمر صيغة مخصوصة والخبر صيغة مخصوصة فبن عقيل رحمه الله تعالى في الواضح رأى أن التعبير بأن للخبر صيغة مبني على قول الأشاعر أن وأن بوجود الكلام النفسي فالصيغة هي نفسها الخبر عند ابن عقيل وليست صيغة له أو معنى وقد رد ذلك الشيخ تقي الدين في المسودة وقال إن قول القاضي أبي يعلى أجود يقول الشيخ تقي الدين لأن الأمر والخبر والعموم يصدق على اللفظ والمعنى فقط وليس هو اللفظ فقط أي كما توهم ابن عقيل فإن ابن عقيل لما توهم أنها متجهة إلى اللفظ فقط أي الخبر لللفظ فقال هي الخبر صيغة وليس له صيغة فلا يكون منفصلا عنه وإنما لفظ الخبر ولفظ الأمر ولفظ العموم والنهي ونحو ذلك تصدق على اللفظ والمعنى إذن مناقشة ابن عقيل ليس في النفي وإنما في التعبير نعم والأصح أنه يحد نعم قول مصنف والأصح يدلنا على أن هذه المسألة فيها قولان بمعنى هل للخبر حد يمكن أن يحد به ويعرف أم لا قال المصنف والأصح قوله والأصح ذكر بمفلح أن عليه أصحاب الإمام أحمد أي فقهاء مذهب الإمام أحمد ومفهم ذلك أن هناك قولا آخر أن الخبر لا يحد مثل ما تقدم في العلم وممن صرح بأن الخبر لا يحد الفخر الرازي في المحصول فقد صرح أن الخبر لا يحد لأنه ضروري التصور ونقل عن غيره قالوا لعسر حده فلا يمكن أن يحد وهذا القول الذي قاله الفخر الرازي هو مفهوم من كلام الشيخ تقييدين فإن للشيخ تقييدين كلام في الردع المنطقيين يدل سياقه على أنه يرى أن الخبر لا يحد فمن كلامه قال إن الحد للخبر مشهور لكن يعترض عليه بعدد من الاعتراضات ثم ذكر عدد من الاعتراضات فقال ثم ذكر قال ثم ذكر أن من الناس من يقول هذه الأشياء لا يمكن تحديدها أو لا يحتاج إلى تحديدها بل هي غنية عن الحد فيقال في الأمر والخبر كل أحد يحسن أن يأمر أو يخبر ويعلم أن هذا الأمر وهذا خبر فكأن ظاهر كلام الشيخ أن قوله هنا مثل ما قال في العلم حينما رجح أن العلم لا يحد لأنه ضروري الفهم فكذلك الخبر لا يحتاج إلى حد نعم ثم بدأ المصنف يتكلم عن قضية أنه لما فر على أن الخبر يحد ما هو الحد الخبر سيذكر حدودا متقاربة بعد ذلك ثم سأذكر ما الذي ينبني على حده من المسائل الفقهية نعم فحده في العدة بما يدخله الصدق أو الكذب نعم قوله فحده في العدة أي حده القاضي أبو يعلى في العدة بما أي بالخبر الذي يدخله الصدق أو الكذب ثم إن القاضي رحمه الله تعالى ما ذكر الصدق قال إن المراد بالصدق كل خبر مخبره على ما أخبر به والكذب كل خبر مخبره على خلاف ما أخبر به فهو عرف أجزاء التعريف الكل هذا التعريف الذي ذكره القاضي أبو يعلى فيه عدد من الإشكالات إشكال الأول أن القاضي أبا يعلى أورد هذا التعريف في موضعين أورده في أول الكتاب وأورده في وسطه والمؤلف نقله من التعريف الذي في وسط الكتاب حينما تكلم عن الأخبار وأما التعريف الذي أورده في أول الكتاب حينما ذكر عددا من التعريف والحدود فإنه عرفه بنحو تعريف صاحب التمهيد الذي سيأتي بعده فبدلا من أن يأتي بأو جاء بلفظ و فقال ما يدخله الصدق والكذب ويمكن توجيه ذلك إن لم نقل بتغيير العبارة بالنسخ أو من النساخ والتحريف من النساخ فيمكن توجيه ذلك بأن القاضي لا يرى فرقا بين أو وبين الواو فإن النتيجة فيهما واحدة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن هذا التعريف اعترض عليه من جهاته ومن أشهر ما اعترض على هذا التعريف أنهم قالوا إن الأصل أن التعريف لا يكون فيها تردد بل لا بد أن يكون فيها جزم فلا يكون في التعريف تنويع فكل ما كان فيه تنويعا فليس بتعريف وإنما هو وصف فالتقاسيم أوصاف وليست حدود وهذا من الأمور التي مسلمة عند من تكلم عن الجدل وحد التعريفات المسألة الثالثة مما يعترض على كلام المصنف أو كلام القاضي أبيعلى ومن بعدها أيضا يدخل فيه الاعتراض أو يدخل عليه الاعتراض أن المصنف هنا جعل الخبر إما أن يدخله الصدق أو أن يدخله الكذب وهناك احتمال ثالث أورده بعض أهل العلم وهو الجاحظ فقد أورد قسما ثالثا قال ما لا يدخله الصدق ولا الكذب فليس بصدق وليس بكذب وجعل الجاحظ ذلك ما يتعلق بالمخبر على ما اعتقده هو بلا علم فيرى أن هذا قسما ثالثا فلا يدخله الصدق ولا الكذب وإنما بناه على ظنه فإذا أخبر مخبر على شيء بظنه فإنه لا يدخله الصدق ولا الكذب لأنه مبنيون على الظن عنده نعم وفي التمهيد بما يدخله الصدق والكذب نعم قال وفي التمهيد أي ليبي الخطاب عرف الخبر بأنه ما يدخله الصدق والكذب وهذا التعريف الذي مشى عليه بالخطاب مشى عليه كثير من معاصري كابن البنة في مقدمة الخصال وهو مطبوع ومنهم ابن عقيل كذلك وأبو علي العكبري في رسالة في الأصول وجماعة من الحنابل كلهم مشوا على هذا التعريف لأنهم يسلمون حينئذ من التقسيم والتنوع في الحد هذا التعريف أيضا أرد عليه إشكالات هذه الإشكالات أوردها أبو الخطاب وردها وأطال في ردها ولكن يهمنا هنا أن بعضا من محقق الأصول وهو القرافي ارتضى هذا التعريف لكنه زاد عليه كلمة فقال إن الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته وإتيانه بهذا القيد لكي يخرج كلام الجبار جل وعلا وكلام المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخله الصدق ولا الكذب بل هو صدق جزماء نعم وفي الروضة بما يدخله التصديق أو التكذيب نعم قال وفي الروضة يعني بها الروضة الأصولية لأن عندنا كتابين كتاب الروضة الفقهية ومؤلفه مجهول ونسبة لبعض العلماء والروضة الأصولية وهي التي ينقل عنها في كتب الأصول وهي الموفق بن قدامى رحمه الله تعالى قال وفي الروضة إلى بن قدامى عرف الخبر بما يدخله التصديق أو التكذيب قوله يدخله التصديق أن يصح أن يقال في حقه إنه صدق فلا يلزم أن يكون صادقا في ذاته ولكن يقال له صدقتها ويدخله التكذيب أن يصح أن يقال له إنه كذب فيوصف بالتكذيب وهذا التعريف من صاحب الروضة أخذه من الغزال وقد جزم الغزال في المستصفى أن هذا التعريف هو الأولى فقد قال في المستصفى وهو أي هذا التعريف أولى من قولهم يدخله الصدق والكذب قال لأن الخبر الواحد لا يدخله كلاهما ولكن يدخل التصديق والتكذيب على الخبر الواحد فحينئذ يصح طبعا الطوفي في مختصر الروضة أراد أن يخرج من الاعتراض الذي ورد على تعريف أبي يعلى حينما جاء بلفظ أو فقال الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب فجاء بحرف الواو ليمشي على طريقة أبي الخطاب ومن تبعه طيب قبل أن نخرج من تعريف الخبر هل ينبني على هذه المسألة خلاف أو أثر أم لا نقول نعم أو رد الموفق والمسألة موجودة في الهداية لبي الخطاب مسألة وهي لو أن رجلا عندهم رأتان فقال لهما من أخبرتني بقدوم أخي الغائب فهي طالق فأخبرته إحدى امرأتيه بذلك قالوا فإن كانت التي أخبرته صادقة وقع طلاقها وجها واحدا وأما إن كانت كاذبة وقد يكون الخبر صحيحا وقد يكون كذبة فهل تطلق بذلك أم لا قالوا ذكر أبو الخطاب في الهداية أنها تطلق وعلّل ذلك بأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب وحيث كان كلامها محتملا الصدق والكذب فإنه حينئذ تطلق وقالوا أما ظاهر كلام أبي يعلى في غير طبعا التعريف هنا فإنها لا تطلق بناء على قاعدة أخرى غير هذه القاعدة إذن هذا مبني على قضية هل الخبر يحد أم لا لأنه قال من أخبرني فحينئذ لما ذكرنا أن حد الخبر هو هذا بلين عليه هذه المسألة المشهورة جدا وغير الخبر إن شاء وتنبيه نعم قال وغير الخبر أي غير الخبر من الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب فما كان يحتمل الصدق والكذب فإنه سمى خبرا وما لا يحتمل الصدق والكذب فإنه غير الخبر قال وغير الخبر إن شاء وتنبيه طيب قول المصنف رحمه الله تعالى إن شاء وتنبيه هذا السياق الذي جاء به المصنف تبع فيه ابن الحاجب وقد ذكر العلماء أن ابن الحاجب عبر بالإنشاء والتنبيه وأن مراده بهم الترادف فابن الحاجب يرى الترادف بين الإنشاء والتنبيه وهذا الذي مشى عليه المصنف هنا فإنه يرى أن الإنشاء والتنبيه لفظان مترادفان لكل ما لم يكن خبرا ومشى عليه المتأخرون كذلك مثل التحرير ومختصر التحرير وشارحين مختصر التحرير ومختصره فقد ذكر هذا أن الإنشاء والتنبيه سوى طبعا نبه بعض أهل العلم من الأصوريين إلى أن هذا الاصطلاح وهو جعل الإنشاء والتنبيه سوى من أول من انفرد به ابن الحاجب وتبعه الناس يقول ابن عبد الشكور في فواتح الرحموت يقول وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر يعني مختصر بالحاجب غير متعارف فدل على أن مصطلح كثير من الأصوليين على خلاف هذا الاصطلاح ومما نص على التفريق بينهما الجوين في البرهان ففرق بين الطلب الذي هو الإنشاء وبين التنبيه فجعل الطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والتنبيه يشمل ما عاده مما سيذكره بعد قليل كالتمني والتلهف والترجي والنداء وغير ذلك وعلى العموم سمي الإنشاء إنشاء لأن من تلفظ بهذا الكلم أنشأه وابتكره بعد أن لم يكن موجودا وسمي التنبيه تنبيها لأنه نبه به عن مقصوده وعلى العموم هذه مسألة اصطلاحية هل اللفظان مترادفان أم هما متغيران وذكرت لكم أن هناك مسلكان والمصنف والمتأخرون بعده مشوا على طريقة ابن الحاجب أنهما مترادفان وصرح بذلك في شرح الكوكب وغيره ولكن يعني الأغلب من قبل ابن الحاجب على خلافك ما ذكرت لكم عن ابن عبد الشكور والجويني وغيرهم ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء نعم قال ومن التنبيه مرة معنى أن التنبيه سمي تنبيها لأنه ينبه عن مقصود المتكلم الذي أراد أن يقصده بهذا اللفظ وقول المصنف ومن التنبيه أي ومن الإنشاء والتنبيه فسواء جئت بالتنبيه أو جئت بالإنشاء فإن المصنف هما سواء طيب قال الأمر والنهي فكل الأوامر والنواهي هي من باب التنبيه وأما الجويني فيرى أن الأمر والنهي من باب الإنشاء فيكون مغايرا للتنبيه والاستفهام وهذه أمثلاتها بالمئات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمني والتمني أيضا موجود في كتاب الله عز وجل ومن ذلك ما حكاه الله عز وجل عن المشركين أنهم يقولون فيقولوا هل نحن منظرون فقوله هل هذه للتمني فهم كانوا يتمنون أو سيتمنون التأخير والإنظار وهذا من باب التمني قال والترجي والترجي عادة يكون بألفاظ للترجي ومنها لعل كقول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم فهذا يسمى ترجي الأصل في كلام الآدميين أن كلما كان ترجي يكون من باب الرجاء والتمني عفوا الترجي لمن هو أعلى ولكن القاعدة عند أهل العلم والمفسرين أن كل ترج في كتاب الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون للوقوع ولذا فإن بعضا من اللغويين وبعضا من المفسرين لا يسمون لعل للترجي وإنما يقولون للتوقع فيقولون للتوقع فحينئذ تقعوا في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال والقسم مثل آية القسم الكثيرة في كتاب الله عز وجل والعصري وغيرها من الآيات قال والنداء وحرف النداء المعروفة نعم وبعت واشتريت وطلقت ونحوها إن شاء عند الأكثر نعم بدأت كلام مصنف في قوله وبعت إلى آخره يتكلم عن ألفاظ صيغتها إخبار لكنها إن شاء فيكون فيها معنى الإنشاء والطلب قال وبعت واشتريت وطلقت ونحوها أي ونحو هذه الألفاظ من صيغ العقود سواء كانت الصيغة إيجابا أو كانت قبولا مثل يقول قبلت هذا العقد ونحو ذلك وسواء كانت هذه الصيغة للعقد أو لفسخه كأن يقول أقلني أو أقلتك أو فسخت ونحو ذلك فكل هذه الأمور حكمها واحد يقول المصنف إن شاء أي أنها ليست إخبارا عن شيء ماضي وإنما هي إن شاء لأمر حادث قال عند الأكثر أي عند أكثر العلماء وهو المجزوم به عند الحنابلة وجها واحدا عندهم وجزم به أيضا الشافعية وغيرهم وقد أطال بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في الاستدلال على أن هذه الصيغ تدل على الإنشاء وذكر أوجها متعددة نعم قال عند الأكثر نعم وعند الحنفية إخبار يعني أن هذه الصيغ إخبار وليست إقرارا فتكون باقية على أصلها من باب الإخبار وبناء عليه فيرون أنها إخبار لكنها دلت على الإنشاء مجازا فنحن نقول إن بقاءها إنشاء حقيقة أولى من أن تكون مجازا في غيره وينبني على ذلك أنه يعني قضية لو ادعى خلاف المجاز والتمسك بالظاهر فنقول له له ذلك فلو أن رجل قال بعته ثم ادعى أنه قصد ما كان في زمن ماض فعند الحنفية قد يتساهر في هذا الباب هناك مسألة في المذهب فيها خلاف وطال عليها أهل العلم لكن أشير لها إشارة وهو مسألة الأقارير عندما الشخص يقر على نفسه أمام القاضي فهل هذا الإقرار من الشخص على نفسه بعقد أو الإقرار على نفسه بمال ودين هل يكون إنشاء أم يكون إخبارا فيها وجهان في المذهب والذي مشى عليه أغلب المتأخرين أنها إخبار وإظهار وليست بإنشاء وللشيخ تقي الدين كلام في هذا نقل عنه ابن مفلح في حاشية على المحرر وهو من الكلام النفيس في التفصيل في هذه المسألة وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم واحد منهما بدأ المصنف يذكر أول تقسيم للخبر فقسم الخبر باعتبار العلم بالصدق فيه أي بصدق المخبر وبين أن أقسامه ثلاثة القسم الأول ما يعلم صدقه والقسم الثاني ما يعلم كذبه والقسم الثالث ما لا يعلم واحد منهما وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأقسام الثلاثة كلها فقال فالأول ضروري بنفسه كالمتواتر وبغيره كالموافق للضروري ونظري كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر نعم يقول المصنف الأول يقصد بالأول أي الخبر الذي يعلم صدقه ومعنى قولنا إنه يعلم أن يقطع ويجزم بصدقه وذكر المصنف أن ما يعلم صدقه من الأخبار ينقسم إلى نوعين ما كان صدقه ضروريا وما كان صدقه نظرية فقال فالأول ضروري ثم ذكر بعد ذلك قال ونظري فدلنا ذلك على أن ما يعلم صدقه من الأخبار ينقسم إلى قسمين إما يعلم صدقه ضرورة أو نظرا بدأ المصنف رحمة الله تعالى بالنوع الأول فقال ضروري بنفسه وبغيره فبين لنا أن المعلوم صدقه نظرا يعني أو ضرورة بعضه يكون بنفسه وبعضه يكون بغيره ولنقل إنها صورة الصورة الأولى الضروري بنفسه والصورة الثانية الضروري بغيره نبدأ بالأول فقال فالأول ضروري بنفسه أي أن الخبر ضروري بنفس الخبر فقوله بنفسه أي بنفس الخبر فالضمير يعود إلى الخبر ومعنى كونه ضروري بنفسه أي أنه يدل على المعلوم من المخبر عليه بنفس الخبر من غير التفات إلى شيء آخر فمضمون الخبر وحده يدل عليه من غير التفات لأمر آخر ثم قال المصنف كالمتواتر أي أن مثاله المتواتر فالخبر المتواتر يفيد العلم الضروري بنفسه بغض النظر عن أي أمر آخر من القرائن الحافة به التي تدل على هذا العلم طيب قبل أن ننتقل التي بعدها هنا يعني ربما إشكال قول المصنف كالمتواتر الكلاف تدل على التشبيه فكأنه يرى أن المتواتر هو أحد أمثلة الضروري بنفسه ولكن علماء الأصول يقولون أن الضروري بنفسه هو الخبر المتواتر فقط ولا يوجد غيره ولذلك فإن العضد الإيجي أجاد عندما قال الضروري بنفسه هو المتواتر فالإيجي بيّن أن الضروري بنفسه يكون هو المتواتر دون ما عده وهذه أدق في العبارة من عبارة المصنف قال وبغيره هذه الصورة الثانية للضروري وهو الضروري بغيره ومعنى غيره أي بغير الخبر ومعنى ذلك أن العلم يستفاد أن العلم الضروري نقول أن العلم الضروري يستفاد بمضمون الخبر من غير الخبر يعني مضمون الخبر المخبر به يستفاد من غير الخبر بأمور يعني خارجة تكون عنه ومثل له المصنف قال كالموافق للضروري قوله كالموافق للضروري يعني كخبر من وافق ضروريا في العقل وبعضهم يعبر بالموافق للعلم الضروري بالتوضيح فقول المصنف إذن الموافق للضروري أي الموافق للعلم الضروري وهذه أمثلة كثيرة جدا مثال ذلك لو أن رجلا أخبر آخر بأن الواحد نصف الاثنين فنقول إن هذا الخبر مفيد للعلم الضروري المقطوع به والمجزوم لكن هذا المخبر به لم نستفده من ذات الخبر فقط وإنما استفدناه مما كان غير الخبر وهو الضرورة العقلية المسلمة عند كل أحد أن الواحد نصف الاثنين ومثله الإخبار بالمحسوسات التي تراها بعينك فيخبرك فلان أن هذه السارية موجودة وأنت تعرفها بنظرك فحينئذ هذا إخبار موافق للضروري وهكذا النوع الثاني من ما يعلم صدقه قال ونظري بمعنى أن ما كان صدقه معلوما نظرا لا ضرورة والفرق بين النظري والضروري كما سيأتينا إن شاء الله في المتواتر هل هو نظري أم ضروري أنه يكون طارئا أن الضروري يأتي مع وجود الخبر وأما النظري فيكون مكتسبا فيكون مكتسبا سيأتينا إن شاء الله تفصيله قال ونظري كخبر الله تعالى وخبر رسوله وخبر الإجمع أي وخبر أهل الإجمع فإن خبر الله عز وجل إذا أخبر الله عز وجل فإنه مفيد مفيد العلم النظري لا الضروري إذ لو كان ضروريا لكان لكل من سمع كلام الله وكلام رسوله القطع بالمخبر به والكفار يكفرون به فلدل على أنه ليس ضروريا وإنما هو نظري فهو مكتسب بقي عند الجملة الأخيرة وهي أصعب ثم يكون سهلا بإذن الله قال والخبر الموافق للنظر بمعنى أن يخبر شخص آخر خبرا وخبره هذا يكون موافقا للنظر الصحيح في المسائل القطعية مثلا النظر الصحيح يقتضي أن العالم حادث وأن الله عز وجل خالق وأنه قديم بالمعنى الصحيح للقدم فحين إذن نقول هذا نظر صحيح لكن ليس كل أحد يستطيع أن يعرف هذا النظر كما تعلم بخلاف الواحد نصف الاثنين فكل الناس يعرفه فيكون ضروريا فإذا أخبر شخص آخر بهذه الأخبار سأذكرت لك قبل قليل فإن خبره حينئذ يكون موافقا للنظر أي النظر الصحيح طبعا النظر الصحيح القطعي للنتائج القطعية والثاني المخالف لما علم صدقه نعم قال الثاني أي الثاني من أقسام الخبر وهو ما يعلم كذبه عرفه فقال هو المخالف لما علم صدقه يعني أن الذي يعلم كذبه هو كل ما خالف واحد من الأنواع الثلاثة السابقة وهو الضروري بنفسه والضروري بغيره والنظري فكل ما خالف هذه المسائل الثلاث فإننا نجزم بأنه معلوم كذبه فنقيض هذه الأمور الثلاث ومضاد هذه الأمور الثلاث يكون حينئذ مجزوما ومقطوعا بكذبه إذن فقوله لما علم صدقه أي من الأمور الثلاثة السابقة التي أوردها المصنف والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل نعم قال والثالث أي من أقسام الخبر وهما لا يعلم صدقه ولا كذبه بدأ المصنف يذكر أقسام هذا الثالث فذكر أنه ثلاثة أقسام أولها أن يظن صدقه والثانية أن يظن كذبه والثالثة أن يشك فيه فلا يعرف صدقه من كذبه إذن بدأ يصنف المصنف في الثالث بدأ يفصل المصنف في الثالث وهو ما لا يعلم صدقه وكذبه فقال أولا فذكر أولا أنواعه فقال قد يظن صدقه وهذا هو النوع الأول من أنواع ما لا يعلم صدقه ولا كذبه قال كخبر العدل عبر المصنف بالعدل لكي يخرج الكذاب والمجهول فإن خبر الكذاب والمجهول من نوع الثاني والثالث وخبر العدل هو خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع فحينئذ يظن صدقه ولا نجزم بصدقه وقول المصنف هنا كخبر العدل ليس المقصد بالعدل الواحد بل قد يكون ثلاثة خبر ثلاثة ومع ذلك نقول إنه يظن صدقه ما لم يصل إلى حد التواتر الذي سيأتنا بعد قليل فإن وصل إلى حد التواتر فإنه يكون أثاد العلم بصدق المخبر بالمخبر عنه نعم النوع الثاني وقد يظن كذبه كخبر الكذاب نعم هذا هو النوع الثاني فقال قد يظن كذبه من غير الجزم كخبر الكذاب لأن الكذاب يحتمل أن يكون صادقا في خبره الذي نقله وهذا واضح وقد يشك فيه كخبر مجهول نعم قال وقد يشك فيه فلا يعرف الصدق فيه من الكذب فحينئذ يتوقف فيه كخبر المجهول الذي لا يعرف صدقه من كذبه ولا يعرف عدالته من فقد عدالته نعم وينقسم إلى متواتر وأحد بدأ يتكلم صالف عن تقسيم الثاني للأخبار وهذا التقسيم للأخبار باعتبار ما يفيده الخبر من العلم وعدم العلم فقال ينقسم إلى متواتر وأحد وهذا التقسيم مشهور جدا وبعضهم يجعلوا قسمة ثلاثية والحقيقة أن الذين قسموه قسمة ثلاثية متواتر وأحد ومشهور فالحقيقة أنهم يردون المشهور إما للمتواتر أو للأحد كما سيأتنا إن شاء الله عندما نتكلم عن المشهور في آخر هذا الباب نعم فالمتواتر لغة المتتابع نعم قال فالمتواتر لغة هو المتتابع ومنه قول الله عز وجل فأرسلنا رسلنا تترا قال ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال قال يتبع بعضهم بعضا فهم متتابعون يتبع بعضهم بعضا في ذلك نعم واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم نعم قال واصطلاحا هنا تعبير المصنف بالاصطلاح المراد بالاصطلاح أي اصطلاح الأصوليين وأهل الكلام وليس اصطلاحا جميع الفقهاء والأصوليين وإنما المتأخرون منهم فقط لأن بعضا من أهل العلم المتقدمين كان يستخدم التواتر لمعنى مختلف عن المعنى الذي سيفسره به المصنف ومن أشهر من استخدم هذا الاصطلاح من أئمة المسلمين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال في الرسالة ما نصه وسأذكر نصه لكي نعرف ما مراده بهذا الاصطلاح وهو التواتر يقول الشافعي وقد رأيته ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمسة وجوه فيحدث بسادس فيكتبه قال الشافعي وهذه المحل الشاهد قال لأن الأخبار كلما تواترت كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع هذا التعبير من الشافعي رحمه الله تعالى في التواتر يفيدنا أمرين وهذان الأمران سيأتي الحديث عنهما المعنى الأول في التواتر أو الفائدة الأولى من كلام الشافعي أن التواتر عند الشافعي ليس خاصا بالتواتر العام وإنما المقصود عنده بالتواتر التواتر العام والتواتر الخاص عند أهل الفن وبناء عليه فقد قال بعض المحققين في كلام الشافعي أن المتواتر عند الشافعي يشمل العام والخاص والخاص كما سيأتين إن شاء الله في محله أنه ما كان عند أهل الفن فما اشتهر عند علماء الشريعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه العلماء في الأمصار فإنه يكون متواترا ولا يلزم أن يكون هذا الحديث في كل طبقة قد رواه من الرواه من يبلغ بعددهم إحالة التواطع على الكذب وهذا الاستخدام للتواتر هو استخدام أهل الحديث للتواتر بينما المتأخرون وأهل الكلام قصروه على التواتر العام فقط دون ما عده ولذلك فإن التواتر العام جعلوا له قيودا لكي يفيد العلم عند جميع الناس عالمهم وغير عالمهم وهذه القيود والشرط التي جعلوها لا تكاد تتفق في أكثر الأحاديث إلا أن نقول لا تكاد تتفق في جميع الأحاديث المروية عن الإبساء الله سأشير لبعضها بعد قليل إن شاء الله الأمر الثاني الذي نأخذه من كلام الإمام الشافع رحمه وتعالى أن الشافعي لا يشترط في التواتر العدد الذي يصل إلى إحالة الإحالة على التواتر وعلى الكذب فإن الشافعي وكذا فقهاء الحديث يستخدمون المتواتر للدلالة على ما يسميه المتأخرون بالمستفيد فحينئذ يكون التواتر عند علماء الحديث أعني بعلماء الحديث فقهائهم يقصدون بالمتواتر ما كان موازيا للمستفيد وعلى ذلك يحمل كلام الإمام أحمد رحمه وتعالى الذي سأشير له إن شاء الله عندما ننقل كلاما في حجية التواتر وما يتعلق بمعنى لأن لو طبقنا كلام هؤلاء المتأخرين على كلام الأئمة لما جعلنا المتواتر إلا طاقا ضيقا جدا سيشار له في محله قال واصطلاحا أي صلاح الأصولين المتأخرين والفقهاء كذلك المتأخرين بخلاف المتقدمين وعلماء الحديث قال هو خبر جماعة قوله خبر جماعة يدلنا على أن التواتر إنما يكون في الأخبار ولا يكون في الأشياء المرئية فلو رأى جماعة شيئا محسوسا كحيوان غريب فإن رؤياهم لا يسمى تواترا وإنما التواتر هو نقلهم هذا الخبر إلى غيرهم فمن وصله العلم من غيره عن طريق النقل فإنه يكون قد وصله عن طريق الخبر فإن كان بعدد أو بالشرط التي ستأتي في التواتر فإنه يكون تواترا وقول المصنخ جماعة يدلنا على أنه لا يمكن أن نسمي خبر الفرد الواحد تواترا بل لا بد أن يكون أكثر من واحد وما هو أقل الجماعة الذي لا بد من الزيادة عليه سيأتينا إن شاء الله أن بعض من أهل العلم قال إنه أربعة وبعضهم نقل عن بعضهم الثنين لكنه ليس كذلك وإنما نقل عن بعض المجاهل ولم يسموا من قال بالاثنين سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن العدد قال مفيد بنفسه تقدم معنا ما معنى كونه مفيدا بنفسه لأننا تكلمنا عن العلم الضروري بنفسه والعلم الضروري بغيره فحين إذن نقول إن المراد بالمفيد بنفسه أي بغض النظري أو من غير التثاث إلى غيره من القرائن والدلال قال مفيد بنفسه العلم المراد بالعلم هنا العلم قطعي للعلم الضني لأن الأخبار إما أن تفيد العلم أو تفيد الظن هذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه وتعالى مشهور جدا عند الأصولين ولكن هذا التعريف في الحقيقة قال جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين أن هذا التعريف لا نقول إنه خطأ لكنه ليس شاملا لجميع أنواع المتواتر فقد ذكر الشيخ تقي الدين في المجموع أن لفظ المتواتر يراد به معاني ولسا معنا واحد وما ذكره بعض العلماء من أنه مخصوص بخبر الجماعة الذي يفيد بنفسه العلم لعددهم فإن هذا قول ضعيف وإنما هي صورة من صور التواتر وبناء عليه فإن التواتر تارة يكون تواترا لفظيا وتارة يكون تواترا معنويا وتارة يكون التواتر تواترا عاما عند العموم وتارة يكون تواترا خاصا وتارة يكون التواتر بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب وتارة يكون التواتر بعدد قليل لكن حفت به من القرائن ما يفيد العلم فحينئذ كل هذه الصور تكون داخلة في التواتر الذي يقصده متقدم أهل العلم ويتنبني عليه أحكام التواتر نعم وخالف السمانية في إفادة لمتواتر العلم وهو بهت نعم قال وخالف السمانية هكذا ضبطها الجوهري في الصحح وخذ فائدة اللغوية ذكر الشيخ محمود الطناحي عليها رحمة الله وهو من اللغويين المتأخرين في عصرنا أن كتاب الجوهري اسماعيل بن حمد يشتهر عند الناس بأنه الصحح بكسر الصاد قال ولكن الصواب فيه أنه بفتحها وأنه الصحح وهذا كتاب مشهور جدا ويحبه الفقهة وكثيرا ما ينقلون عنه التعارف يحبون هذا الكتاب ويعظمونه جدا ويحتاج إلى دراسة لمنعونية الفقهاء بهذا الكتاب بخصوصه من المذهب الأربعة جميعا يعني من أكثر الكتب اللغوية التي ينقل منها هذا الكتاب وهو كتاب الصحح ضبط الجوهري في الصحاح السمنية بالضم ونبه بعض الأصريين وهو الطوفي إلى أن أغلب الفقهة أو كثير من الفقهة كان يسمعهم يجعلونها بفتح السين فيقون السمنية قال ولكن ضبطها عن الجوهري أنسب طبعا من هم السمنية؟ هؤلاء هم طائفة في الهند من عبدة الأصنام لهم آراء عقلية فيرون أنه لا معلوم إلا ما كان من جهة الحس الحواس الخمس ومع ذلك ليس معلوما ليس معتقدا ولا معلوما أرادوا بذلك أن ينفوا الإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالبعث وغير ذلك من الأمور التي تكون غيبية فلا يؤمنون بغير الغيب وهؤلاء السمنية كثير من مدعي الإلحاد من المعاصرين يأخذوا ببعض مبادئهم فلا بد أن يرى بشيء محسوس طبعا من أين نسبت هذه الطائفة من باب اللغة؟ قيل إنها نسبت إلى بلدة اسمها سمنة في الهند وقيل إنها نسبت إلى الصنم الذي يعبدونه ويسمى سومانات لماذا ذكرت هذه النسبة؟ لأن هؤلاء طائفة من عبدة الأصنام فالعجيب أنهم ينكرون غير المحسوسات فلا يرون معلوما غير المحسوس ومع ذلك يعبدون شيئا لا يدل عليه لا محسوس ولا معقول ولا مسموع ولا شيء وهم يعبدون صنما وصنمهم هذا الذي كانوا يعبدونه ذكروا أن الذي هدمه الإمام عليه رحمة الله محمود بن سبك تكين فإنه كان من أم الذين كان لهم دور إمامة المسلمين في الهند وله ولاية وكان له جهود في رد كثير من الوثنين فقد هدم صنمهم في المقصود أنهم يعني هو بهت كلامهم تغلقون الباب من هنا وتؤمنون به بكذب وبهت هناك وإذا قال مصنف وهو بهت وكذلك كل من قال من العقلانيين لا بد من الشيء الواضح نقول هو بهت أبسط مثال عقلك هل ترى هل هو محسوس تقول تؤمن بعقلك بعض ما يتعلق بجسدك روحك أقرب شيء إليك وفي أنفسكم أفلا تبصرون روحك هذه كيف يكون نزعها كيف يكون خروجها كيف يكون رجوعها إلى بدنك بعد النوم أقرب شيء إلى نفسك لا تستطيع أن تحسه هكذا ما يتعلق بالنوم وأشياء كثيرة من نفسه وذلك هذا بهت الذي يقول لا أؤمن إلا بالمحسوسات هذا بهت وذلك يختلف المؤمن عن غيره بكمال إيمانه بالغيب بالمنقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نعم قول مصنف إذن وهو بهت فإنه بهت لأنهم لا تقبله العقول من جهة وثاني هم متناقضون في عبده من أصنام والعلم الحاصل به ضرورين عند القاضي نعم قال والعلم أي القطعي الحاصل به أي الحاصل عن الخبر المتواتر ضروري عند القاضي تقدم معنا قبل قليل أنهم يرون أن العلم مفيد بنفسه كالخبر المتواتر قال ضروري معنى كونه ضروريا أي أنه يحصل العلم به من غير نظر ولا استدلال ويقابل العلم الضروري العلم النظري أو الكسبي وهو الذي يحصل به العلم بعد النظر والاستدلال هذا الفرق بينهما يقول مصنف العلم الحاصل به أي العلم الحاصل به المتواتر ضروري أي من غير نظر ولا استدلال سأل عرف كيف يكون نظر والاستدلال عند القاضي أي عند القاضي أبي يعلى ووافق القاضي أبي يعلى جماعة كثيرة جدا من حنابلة منهم أبو علي العكبر في رسالته بن عقيل وصحى ذلك بن قدامه ويعني ذكر بمفلح أنه قول أصحابنا فأغلب الحنابل على أنه قول ضروري قال ونظري معنى كونه نظريا أي أنه مكتسبا يحتاج إلى استدلال من الذي تعلمه قال عند أبي الخطاب المراد بأبي الخطاب وكالوذاني صاحب التمهيد فإنه يرى أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري قال المصنف وافق كل آخرون تقدم من وافق أبا يعلى وأما أبو الخطاب فلم ينقلوا أن أحد من أصحاب الإمام أحمد وافقه وإنما وافقه الكعبي من المعتزلة أبو الحسين البصري وكلهم من المعتزلة وتعلمون أن أبو الخطاب في التمهيد بنى كتابه وهذا واضح جدا حتى بعض العبارات ينقلها من أبو الحسين البصري في كتابه المشهور بالمعتمد وقد طبع المعتمد قديما في فرنسا وأبو الخطاب يعني في كثير من الجمل يتبعه يعني ومتأثر به تأثرا كبيرا جدا ابن عقيل متأثر بشيخه بن برهان وقد كان ابن برهان حنبريا ثم تشفع نعم أيضا تبعهم إمام الحرمين الجويني الغزالي والدقاق وهؤلاء الثلاثة من أصحاب الشافع قبل أن نتكلم من الذي ينبني على هل هو خلاف نظري أم هو خلاف يعني مؤثر ما معنى كونه كسبيا أو نظريا معنى ذلك أن أبو الخطاب يقول إن المتواتر لا يفيد العلم إلا إذا نظرت في شروطه فكل من وصله خبر متواتر فلا يكون هذا الخبر مفيدا للعلم عنده إلا إذا تأكد من وجود الشروط الثلاثة أو الأربعة التي سيريدها المصنف بعد قريب فلا بد أن يعلم الشروط ثم بعد ذلك يكون كسبيا وأما القاضي بغير فيقول يهجم عليك مباشرة من غير نظر في الشروط فالشروط حينئذ تكون موجودة بداهة وضرورة هذا هو معنى يعني الكلام على سبيل الإجاز طيب الشيخ تقي الدين له تفصيل فقد ذكر في كتاب النبوات أنه قد يكون أحيانا ضروريا وقد يكون أحيانا نظرية وقد يجتمع فيه الإثنان وله تفصيل في ذلك يعني أطال فيه في كتاب النبوات وله أيضا في كتاب جواب الاعتراضات على جواب الاعتراضات المصرية أو على الأسئلة المصرية في الموضعين أطال في هذا التفصيل وله تفصيل فيه طيب قال الشيخ والخلاف لفظي بمعنى أنه لا ثامرة له وهو كذلك نص على هذا الطوفي وقال لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقيفه على النظر في مقدمات المذكورة والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به إذن النتيجة واحدة فالنتيجة حين إذن تكون واحدة وقد عرفنا معنى الكسب أنه لنظر في المقدمات نعم مسألة نعم بدأ المصنف في هذه المسألة يذكر شروط التواتر شروط التواتر المتفق عليها نعم قال المصنف شروط التواتر أي في الأخبار المتفق عليها هذه الشروط التي أوردها المصنف ثلاثة أساسية متفق عليها وهذا الاتفاق تبع فيها المصنف ابن الحاجب وابن الحاجب تبع الآمدية في الأحكام فقد نصى الآمدية في الأحكام أن القائلين بحصول العلم بالتواتر اتفقوا على هذه الشروط الثلاثة نعم أن يبلغ عادلا يمتنع معه التواتر على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم طيب بدأ بالشرط الأول وهو قال أن يبلغ أي أن يبلغ نقلته الخبر هذا المتواتر عددا هنا عبر المصنف بالتنكير فقال عددا وهذا نكرة في سياق إثبات فتكون مفيدة للإطلاق من غير عد معين لهم وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى الخلاف في عددهم وهل الشرط لهم عدد أم لا لكن الآمد في الإحكام لم يعبر بالعدد وإنما المصنف عبر بالعدد تبعا لابن الحاجم وإنما عبر بالكثرة فقال أن ينتهو في الكثرة أو إلى كثرة فعبر بالكثرة وهذا يدلنا على أنه لا تواتر إلا بوجود جمع ولا يصلح التواتر بفرد قال يمتنع منه التواطؤ على الكذب المراد بالتواطؤ هو التوافق فهو مأخوذ من الوطئ وقد ضمت الطاء فيه فيقال التواطؤ طيب بمعنى يمنع توافقهم على الكذب طيب طبعا عندنا عندنا احتراز لهذه الجملة وهي معنى قوله يمنع تواطؤهم على الكذب وعندنا إضافة فأما الاحتراز فإن هذا القيد وهو معنى وهو قوله يمتنع يمتنع معه التواطؤ على الكذب يحترز به ممن يمكن تواطؤهم على الكذب وهم الآحد فإن الآحد يمكن تواطؤهم على الكذب وهذا هو رأي يعني طبعا للشيخ تقيدين اعتراض لكن وقت ضيق فإن الشيخ يرى أن بعض العدد الذي يرونهم يمكن أن يتواطؤوا على الكذب وهذا الحقيقة في زماننا ممكن عن طريق هذه الأكذاب عن طريق هذه الوسائل التواصل التي تنشر الخبر بين الناس يعني قد أشر لها فيما بعد في كلام الشيخ تقيدين نعم هنا في مسألة أخرى أن بعضهم يقول إن التواطؤ على الكذب ليس فقط لازما بل إنه يمتنع تواطؤهم على الكتمان فإن المتواتر لا يكون إلا في الأمرين ما يمتنع معه التواطؤ على الكذب وما يمتنع معه التواطؤ على الكتمان في محقه الظهور فلو أن ناسا رأوا حريقة كبيرة في البلد فالعادة أن الناس لا يخفون ذلك فيتكلمون بما رأوا من حريق أو من حيوان غريب دخل بلدتهم أو موت وال رأوه أمامهم لا بد أن يكون مبتدأ التواتر على حس فلا بد أن ينقلوا بعضهم هذا الخبر فمثل هذه المسألة مهمة جدا وهو عدم التواطؤ على الكتمان في مجرة العادة بعدم كتمانه لماذا قلنا هذا القيد الثاني ربا على الشيعي عندما قالوا إن الصحابة قد تواطأوا على كتم إمامة عري فنقول هذا لا يجوز لأن الإمامة من أمور الدين ولا يجوز كتم شيء من أمور الدين الظاهرة طيب قول المصنف لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم قوله لكثرتهم سيأتي الخلاف في عددهم وأما قول المصنف أو لدينهم وصلاحهم فهذه الجملة زادها المصنف على ابن الحاجب وزيادته لها تبع فيها القاضي أبا يعلى وأبا الوفى ابن عقيل فإنهما زاد كلمة أول دينه وصلاحه وهذه الزيادة مفيدة جدا على أصول مذهب الإمام أحمد وذلك أن الصحيحة في مذهب الإمام أحمد أن التواتر ليس من شرطه العدد بل قد يكون عددهم قليلا ولكن يجتمع لهم من القرائن من الدين والصلاح ما يجعل خبرهم مفيدا للعلم ونسميه متواترا وبناء على ذلك فالخبر الذي يصدر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وينتشر عنهم نقول هو متواتر وإن كان الذي سمع ذلك الخبر وخاصة في الأمور العامة واحد أو اثنان أو ثلاثة وأربعة فحينئذ نقول إن لصلاحهم أو لدينهم نقول هو متواتر لصلاح أولئك القوم وهذه مسألة مهمة جدا والمصنف أجاد وأحسن حينما أضافها وقد ذكرت لكم أن الذي زادها طبعا نص على أن الذي زادها الشيخ تقيدي في المسودة وبالمفلح في الأصول فقالوا إن زادها أبو يعلى وهي صحيحة يعني صححة هذه الزيادة الشيخ تقيدي نعم مستندين إلى الحس نعم هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط ذكره جماعة من الحنابلة وهو متفق عليه ممن ذكر ابن قدامة وذكر في المسودة والطوفي وغيرهم كثير جدا وقول المصنف إنهم مستندين إلى الحس يعني يجب أن يكون المخبر الأول فقط المخبر الأول في الخبر المتواتر يجب أن يكون قد أخبر عن شيء محسوس فأسنده إلى أمر محسوس بمشاهدته بعينه كرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لمعجزاته أو أسنده إلى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم كسماعه القرآن أو الخبر عنه صلى الله عليه وسلم ومفهوم هذه الجملة أنه لا يصح التواتر عن المعقولات فمثل هذه النظريات الإنسانية القديمة ولو كانت قطعية أو ظنية انتشارها بين الناس لا يكون ذلك متواترا فالمعقولات إذا كانت قطعية فكل العقلاء يشتركون في إدراكها والنظريات المحتملة الصواب والخطأ مثل كثير من النظريات الإنسانية وحتى التطبيقية كذلك لا نقول إنها متواترة ولكن محتملة يعني أعطيك أبسط مثال دائما يصير في هذا الجدل بعض النظريات في علم الفلك التي لا تصادم أمرا جليا من الشريعة فنقول هذه لا تسمى متواترة وإن انتشرت في كتب القوم وانتشرت في جميع الكتب نقول لا تفيد العلم القطعي ولا تكون متواترة نعم مستوينا في طرف الخبر ووسطه نعم هذا هو الشرط الثالث وهذا الشرط متفق عليه كذلك نص على هذا الشرط من قدامة والشيخ تقيدين في أكثر من موضع وكذلك طوف وغيرهم قال مستوينا في طرفي الخبر ووسطه المراد بطرفي الخبر الطرف الأول الطرف المشاهد عن محسوس أو السامع المحسوس والطرف الثاني الطرف المخبر له أو الطرف المخبر لنا نحن بالتواتر الذي بلغنا التواتر هذان هم الطرفان ووسطه ما بين هذين الطرفين بين المخبر عن المشاهد والمحسوس وبين المخبر لنا ما بينهما طال أو قصر يسمى وسطا فإذا لا بد أن يكون في جميع هذه الطبقات تصدق فيه شروط السابقة التي تقدم ذكرها نعم وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظنين قولان نعم يقول الشيخ ومن الشروط التي فيها خلاف اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا لا ظنين اختلف العلماء وهما رواية ثاني في بذهاب إمام أحمد هل يلزم كون المخبرين طبعا عالمين بما أخبروا أم لا قال فيه قولان القول الأول أنه يلزم ذلك فيلزم جميع الطبقات أن يكونوا عالمين به وهذا القول جزم به صاحب الروضة واعتبره وحكى الاتفاق عليه الآمدي ومن نص عليه الطوفي لكنه جعل أعفا ومن نص عليه أبو الخطاب ولكنه جعله خاصا بالتواتر النظري إن قيل إنه نظري لا ضروري لأن الضروري لا يحتاج إلى الظن فحينئذ يعني هو قطعا موجود فيه العلم القول الثاني في المذهب أنه لا يلزم كون ناقل خبر التواتر عالمين به بل يصحوا ولو كانوا ظنين وقد ذكر أبو المفلح أن هذا هي طريقة القاضي أبي يعلى حيث لم يعتبره وهي طريقة غيره من علمائنا أي من علماء الحنابل وغيرهم إذ لم يذكروا هذا الشرط واستدل له بكلام معنى كلام بمفلح أننا نقول أننا إذا اشترطنا هذا الشرط في جميع الناقلين فإن ذلك لا يصح لماذا؟ قال لأنه يمكن عقلا بل ووجودا أن يكون بعض ناقل الخبر ليسوا جازمين به ولو اشترطناه لأبطلنا كثيرا من الأخبار المتواترة قال وإن اشترطناه في بعضهم دون بعض فنقول هذا صحيح يعني اشترطنا العلم في بعض الطبقات دون بعض فنقول هذا صحيح لأن الطرف الأول هو مستند إلى علم لأنه مستند إلى محسوس والمحسوس استند إلى علم إذن تفصيله بمفلح ماذا يقول يقول هذا الشرط صح في الطبقة الأولى وما بعد الطبقة الأولى أو الطرف الأول ليس بلازم بل هو جاز نعم ويعتبر في التواتر عدد معين نعم هذه المسألة من أهم المسائل وهي قضية اعتبار التواتر اعتبار العدد في التواتر وعندنا هنا مسألتان أود أن تنتبه إليهما لأن بين هاتين المسألتين يتداخل وكثير من الإخوان تشكر عليه تشابه هاتين المسألتين المسألة الأولى وهي مسألة ما هو العدد المعتبر في التواتر والمسألة الثانية ما هو العدد الذي لا يقل عنه التواتر انظر الفرق بين المسألتين المسألة الأولى مسألة التي يحصل بها التواتر والثانية التي لا يقل عنه التواتر ما الفرق بين المسألتين نقول أن المسألة الأولى يحصل التواتر عند نقل أولئك العدد للخبر وأما الثانية فإنه لا يلزم عند نقلهم الخبر حصول التواتر قد يحصل وقد لا يحصل لكن لا يحصل في مدونه وضحت المسألة لماذا أقول هذا الكلام لأن بعضا من المعاصرين رأيته يقرأ كلام بعض الأصوريين منهم الجويني ومنهم القاضي أبو يعلى فيقول إنه لا يشترط عددا ثم يشترط أربعة كيف ذلك؟ هو لا يشترط عددا يحصل عند نقله الخبر التواتر لكن يشترط عددا إذا نقص عنه عدد النقلة للخبر فإنه لا يكون متواترا لكن لا يلزم حصول التواتر عند نقلهم هذا الفرق بين المسألتين طيب أريد المسألة التي أوردها أبو يعلى لأنها لم يريدها المصنف وإنما ذكر المسألة الأولى المسألة الأولى التي قلت لكم التي يحصل عندهم العدد الذي يحصل عند نقلهم الخبر التواتر سيتكلم عنها المصنف بعدها قليل لكن سأتكلم عن المسألة الثانية وهي العدد الذي لا يقل عنه التواتر ذهب بعض الأصوليين ومنهم القاضي أبو يعلى كما نص على ذلك في العدة وقد تبع أبو يعلى ابن الباقلاني وأبو الطيب الطبري الشافعي والجبائي وتبعهم الجويني إلى أن التواتر لا يحصل بأقل من أربعة وبناء عليه فعفوا ما يحصل نعم لا يحصل بأقل من خمسة وبناء عليه فلا بد أن يكون أكثر من أربعة فلو نقل خبر أربعة مهما حف به من القراءة فلا يكون تواترا لكن إذا جاء خمسة فأكثر قد يكون تواتر وقد لا يكون تواترا هذا الذي قاله القاضي أبو يعلى ومشى عليه كثير من الأصوليين بناء على هذه الجزئية وقد رد ذلك الشيخ تقييدين في أكثر من موضع فقال إن هذا غير صحيح وذلك يقول الشيخ تقييدين ومن العلماء من ادعى أن له عددا يحصل له به العلم من كل خبر به كل مخبر ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها وهذا غلط يقول هذا غلط ليس بصحيح فالشيخ تقييدين يقول قد يحصل التواتر بأقل من أربعة والشيخ كما تعلمون على طريقة أهل الحديث فإنهم لا يلزمون التواتر بهذا العدد إذ العدد لا دليل عليه ما الدليل على أن الأربعة يحصلوا بهم أو ما زاد عن الأربعة يحصلوا به التواتر لا يوجد دليل مطلقا فلا بد من دليل مسموع أو عقلي ولا دليل عقلي على ذلك فنقول كل ما حف به القرائن الدالة على التواتر فإنه يكون كذلك بل قد ينقل لك مئة وينقل لك ثلاثة أو أربعة وهؤلاء الأربعة والثلاثة يكونوا في قلبك من اليقين ما لا يكون لهؤلاء المئة إذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية ذكرتكم قبل قليل العدد الذي يحصل به التواتر وسيذكره المصنف بعد قليل واختلكوا في قدره نعم إذن قولوا واختلفوا في قدره أي اختلفوا في قدر العدد الذي يحصل به التواتر المسألة ذكرتكم قبل قليل العدد الذي لا يقل عنه التواتر وفرق بين المسألتين هنا نقول يحصل به التواتر يعني أنه إذا وجد نقلة خبر بهذا العدد فإنه يكون متواترا إذا استوفوا الشروط الأخرى بأن يكون مستوي الطرفين والوسط مثلا وأن يكون مستند طرفه المشاهدة والحس ونحو ذلك من الشروط قول المصنف اختلفوا في قدره أطلق الاختلاف ولم يذكر أقوالهم لكن أذكر لكم بعض أقوالهم لتطلعوا على مسألة لغرض من ذكر أقوالهم لكي نعلم أن مستند الذين حددوا عددا ضعيف جدا فبعضهم على سبيل المثال قال إن التواتر يحصل بخمسة وهذا القول نقله الجويني في التلخيص لا في البرهان عن أبي عبد الرحمن صاحب أبي الهذيل فقال دليله على ذلك قال لأن الأربع بين شرعية في الزنا فدل على أن ما زاد يكون تواترا لأن الأربع طلب تزكيتهم فما زاد عنه يكون تواترا هذا كلامه هذا في غاية السقوط بعضهم قال 12 ما دليلكم على هذا العدد؟ قالوا لأن النقباء الذين كانوا مع موسى عليه السلام بلي إسرائيل كانوا 12 نقيبة أيضا هذا كذلك فلا معنى بعضهم قال 20 لماذا؟ وهو قول العلاف وهشام بن عمر الفوطي قالوا لأن الله عز وجل يقول إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قالوا فخص الله عز وجل هذا العدد بالعشرين لأن العلم قد حصل بما يخبرون به مما رأوا أيضا كذلك هذا ضعيف جدا هذا السلال بل أقرب للإشاري بعضهم قال أربعون ناقلا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أربعينهم أقل عدد بعضهم قال فوق الأربعين سبعون لأن موسى الذين كانوا معه سبعون رجل ذهبوا معه للميقات وموسى إنما أخذهم معه لميقات ربه لكي يبلغوا العلم فيكون هو التواتر هذا في غاية السقوط كذلك فإن العدد لا مفهوم له في هذه الجزئية الخبرية بعضهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر ثلاثمائة وثلاثة عشر قال الجوين في التلخيص قال وذهب إليه بعض المتقديم أظن من أهل الكلام المعتزلة قال لأنهم عدد أهل بدر والعجيب أنهم يقولون هذا هو التواتر ثم يستدلون عليه بخبر أحد كعدد أهل بدر وهم في الحقيقة لأن مبناهم في التواتر أو قال قبل أن أتيك بمبناهم لأن غرضهم من التواتر هو هدم الشريعة فكثير من الناس من علماء الكلام يأتي بالاستدلال بالمتواتر أو بالحجاج على المتواتر لهدم الشريعة حينما يقول إن ما ليس بمتواتر ليس بحجة لا في الأمور الخبرية كالإخبار عن صفات الله عز وجل ولا في الأمور الإنشائية كالأوامر الشرعية وبعضهم يقول في الإنشائية دون الخبرية ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الطواغيت التي يبنى عليها أهل الباطل باطلة هم أربعة وأحد هذه الطواغيت هو القول بنفي حجية الآحد اللي سيأتنا إن شاء الله في الدرس القادم فلما بنوا دليلهم على باطل مستلده كان باطلا ما هو ظابط التواتر عندكم ليس منظبطا فرجعوا إلى أحد نعم والصحيح عند المحققين لا ينحصوا في عدد نعم قوله والصحيح عند المحققين هذا أغلب الحنابلة يقولون ذلك منهم القاضي أبو يعلى منهم ابن عقيل الشيخ تقييدين بن قدامة الطوفي كل الحنابلة فيما وقفت عليه كلهم ينصوا على أنه لا يحصر في عدد وقول المصنف رحمه الله تعالى لا يحصروا في عدد يعني لا يحصر لهم في عدد من الأعداد الذين يحصر بهم التواتر وإن كان القاضي قال في نفس كلامه الذي قال لا يحصرون بعدد قال لكنهم لا ينقصون عن أربعة طيب ما الفائدة عندما نقول هل يحصرون في عدد أو لا يحصرون في عدد الفائدة عندهم مسألة واحدة أنه إذا استدل رجل على آخر بخبر متواتر فإن كان قلنا إنه ينحصر بعدد فله أن يلزمه بهذا الخبر المتواتر وإن قلنا إنه لا ينحصر بعدد فإنه حينئذ للخصم أن يقول إنه ليس بمتواتر عندي وهذا الذي نقوله فإن بعضا من أمة المسلمين الكبار المتقدمين قد أنكروا العمل ببعض الأحاديث لأنها لم تصلهم وكانت متواترة عند غيرهم وبناء عليه فنقول إنه ينبني على ذلك عدم إلزامهم بهذا القول في وقتهم حتى يبلغهم التواتر والأمر الثاني أنهم يعذرون بذلك رحمة الله عليهم والأمثل ذلك مشهورة عند بعض الإمة رحمة الله على الجميع نعم أي وضابط عدد التواتر نعم ضابطه أي ضابط ما يحصل به التواتر في العدد نعم ما حصل العلم عنده نعم قوله ما حصل العلم عنده أي عند خبرهم عند خبرهم والمراد بالخبر هنا خبرهم المجرد عن القرائن لأن خبر الواحد كما سيأتنى إن شاء الله في الدرس القادم إذا احتفت به قرائن قد يفيد العلم ليس متواترا لكن يكون مفيدا للعلم نعم طبعا هذا القيد الذي ذكره المصنف هو ما حصل العلم عنده أخذه المصنف من ابن الحاجب وهو بنصه عند الآمدي تعرفون ابن الحاجب أخذ أغلب كتابه من الآمدي وتبعهم عليه بمفلح أتى بهذا الضابط الطوفي لكنه غير حرفا فبدل أن يقول ما حصل العلم عنده قال ما حصل العلم به ولم يعلم ولكن أظن أن تعبير الطوفي أدق لماذا لأن المقصود هو حصول العلم بالخبر إذ الباء الاستعانة وأما إذا عبرنا بحصول العلم عنده فقد يحصل العلم عنده لا بذاته لا بالخبر نفسه وإنما بما احتف به من القرآن وإذلك أنا أظن أن تعبير الطوفي أدق من التعبير الذي مشى على المصنف تبعاً لابن الحاجب نعم فيعلم فيعلم إذا حصول العدد ولا دو نعم قال فيعلم إذن فيعلم إذن بنون حصول العدد يعني إذن عرفنا حصول العدد الذي يحصل به التواتر حين ذاك قال المصنف ولا دور انظر معي هذه المسألة تحتاج إلى فهم فهم عقلي ولا هي مسألة لا إشكال فيها قوله ولا دور هذا جواب على اعتراض مقدر كيف لو أن شخصاً قال أنتم تقولون إن التواتر لا يشترط فيه عدد ليس محصوراً بعدد بل ما حصل العلم ما حصل العلم عنده أو به طيب وتقولون إن من شرط التواتر وجود العدد كما عبرتم هناك وجود العدد فلا تواتر إلا بعدد لكن ليس محصوراً بعدد معين طيب كيف نعرف حصول التواتر بهذا العدد غير المعلوم مع أنكم لم تعرفوا عدده فقالوا حينئذ هذا يلزم الدور هذا معناه كلامهم رد عليهم جماعة من الرد الموفق في الروضة وبنقاض الجبل في كتاب صلفة قال إنه لا دور في هذه المسألة كما قال مصنف قال ولا دور فيجاب عن استشكال من ذكرته قبل قريب أن يقال أننا نعم لا نعلم العدد الذي يحصر به التواتر ولا نعلم أقله كذلك ولكن إذا حصل العلم القطعي بالخبر حينئذ علمنا العدد المحصر للعلم في هذه المسألة مثال ذلك لو أن شخصاً قال إن الخبز مشبع نعم لكن الخبز مشبع لزيد بخبزة واحدة ولآخر بنصف خبزة ولثالث بخبزتين الماء إن الماء مرون ما مقدار الماء لا تعرفه لكن الناس يختلفون في عدده وإذلك فإننا نقول إننا نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أننا نستدل بكمال العدد على حصول العلم الضروري فقط هذا ملخص الكلام في هذه الجزئية المهمة نعم أو ليست مهمة لا ثمرة لكنها رد حجاج نعم ولا يشترط غير ذلك نعم قوله ولا يشترط غير ذلك أي لا يشترط غير الثلاثة الشرط السابقة والأربعة على نزاع في الرابع الثلاثة الأولى متفق عليها والرابع فيه وجهاني في المذهب وذكرتهما لك مفهم ذلك أن الشرط القادمة كلها لا أحد من علماء المذهب يقول بها في الجملة نعم وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدادة نعم قوله مصنف وشرط أي وشرط في الخبر المتواتر أو في ناقل الخبر المتواتر نعم يعني شرط كلها متعلقة بالناقلين بعض الشافعية قيل أن هذا الذي اشترط ذلك هو ابن عبدان من الشافعية ولكن نقل في المسودة أن اشترط الإسلام وهو الشرط الأول هو قوله أكثر الشافعية قال وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدادة قوله الإسلام والعدادة قيل أن هذا الشرطان شرط واحد كما هو ظاهر كلام الآمدي وقيل بل هما شرطان منفصلة فبعضهم يشترطوا الإسلام وبعضهم يشترطوا العدالة وهو كذلك وذلك فإن المذهب وجها واحدة لا يشترطوا الإسلام بل يصح التواتر من غير المسلمين وأما العدالة فظاهر كلام الشيخ في المسودة أنه تشترط العدالة في الناقلين وخاصة إذا لم نشترط عددا يعني عددا كبيرا جدا فإن من القرائن الحافة وجوب العدالة في الناقلين أو في بعضهم لأن الكثيرين قد يتفقوا على التواطئ على الكذب إذا كانوا أهل فسق وقوم أن لا يحويهم بلد نعم هذا قوم هذا القول منسوب لطوائف من المسلمين ولم يسموهم قال أن لا يحويهم بلد يعني اشترط بعض هؤلاء من الطوائف الإسلامية عدم انحصار المخبرين بخبر التواتر في بلد وإنما يكونون منتشرين متفرقين في البلدان طبعا هذا الشرط نقول أنه غير صحيح وهو المعتمد عند عامة الأصوريين بدليل أنه لو حدث حادث في المسجد فخرج أهل المسجد يوم الجمعة وعددهم عدد كبير لا شك أنهم يبلغون حد التواتر فكلهم قالوا رأينا كذا وكذا رأينا الإمام قد سقط من عن المنبر مثلا رأينا حريقا شبا وهكذا فنقول هذا يبلغ حد التواتر لمن نقل إليه مع أنهم قد حواهم بلد واحد ومثله الحجيج إذا كانوا في مكة وغير ذلك وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن نعم قال وقوم اشترطوا اختلاف الدين يعني لا بد أن يكون دينهم مختلفا وأن يكون مختلفا نسب فيكون مختلف النسب ليسوا أبناء رجل واحد والوطن طبعا قوله والوطن الحقيقة هي داخلة في الشرط السابق أن لا يحويهم بلد هذه أولى إلا أن يكون مراده بالوطن هنا بمعنى أن لا يكون أصلهم من وطن واحد فتكون بينهم عصبية ينتمون إليها هذه الأمور الثلاث إذا كان الناس متفقين فيها فإنها عصبية ينتمون إليها ويتعصبون لها عبرت بالعصبية كما عبر بن خلدون فبن خلدون يقول لا بد لكل جماعة من عصبية والعصبية قد تكون لدين أو لوطن أو لنسب طبعا الدين يشمل للرأي الفكرة لا يلزم أن يكون دين كامل هذا القول أيضا ساقط وقد قيل أن هؤلاء الذين اشترطوه ليسوا بمسلمين ذكر بعض الأصريين وهو الطوفي أن الذين اشترطوا هذا الشرط إنما هم اليهود ليقدحوا في النصارى وفي أخبارهم فإن النصارى أخبروا بمعجزات المسيح ولم يخبر به إلا نصرانيون قال ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها إلا مسلم فحينئذ لم تتفق الأخبار المتواطئة الذين نقلوا المعجزات إنما كانوا متحدين في الدين فحينئذ لا يقبلوا خبرهم بينما معجزات موسى عليه السلام نقلها اليهودي والنصراني والمسلم فقد اختلفت أليانهم فدل على صدقه وهذا في غاية السقوط والشيعة المعصوم فيهم دفع للكذب نعم الشيعة يعني واشترط الشيعة شرطا أنه لا بد أن يكون في المتواتر المعصوم وهذا أيضا غير صحيح لأن لو كان فيهم لكانت المعصوم الحجة بخبره أقوى وأولى من المتواتر واليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم نعم قال واشترط اليهود أن يكون أهل الذلة والمسكنة فيهم أي في المخبرين بالخبر المتواتر أهل الذلة والمسكنة المراد بهم الضعفة من القوم واشترط اليهود هذا الشرط قالوا لأن أهل القوة والغلبة والكبرياء لا يمكن لأحد أن يرد عليهم إذا كذبوا وإذا ظلموا وبغوا لا يستطيع أحد أن يؤدبهم بخلاف أهل الذلة والمسكنة فهم أتوا بهم باب التنظير فيقول الفقراء وأهل المسكنة هم الذين إذا نقلوا خبرا يكونون صادقين فيه غالبا وقصدهم بذلك في الحقيقة أن يردوا كل خبر لا ينقله يهودي لأن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة جل وعلا إلى قيام الساعة فهم قصدهم أن لا يكون متواتب إلا ما صدقوه ونقلوهم وإذا اختلف التواتر في الوقاع كحاتم في السخاء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم نعم هذه مسألة مهمة جدا وهو التواتر المعنوي ومعنى التواتر المعنوي هو أن تشترك الأخبار في معنى كلي وتختلف في الألفاظ وهذا يسمى التواتر المعنوي وذلك يقول المصنف وإذا اختلف التواتر في الوقاع بما أن كانت الوقاع المنقولة والأخبار المنقولة متعددة فالوقاع تعددت واختلفت تارث أن تكون هذه الوقاع ألفاظا تحكى وتارث أن تكون هذه الوقاع أخبارا تروى وقصصا شوهدت وهذا الفرق بينهما قال كحاتم في السخاء كيف؟ يسمع الناس أن حاتما ذبح لشخص ذبيحة وأعطى آخر مالا وبذل لآخر دابته فالوقاع مختلفة لكن اشتركت في معنى كلي وهو سخاء حاتم أو القصص الكثيرة التي وردت في شجاعة علي رضي الله عنه وقد ألفت فيها كتب مفردة أو الأخبار المتواترة في حلم معاوية وقد ألفت فيها كتب مفردة فقد ألف ابن بالدنيا جزءا مطبوعا أسمى حلم معاوية فهي أخبار متواترة أن معاوية كان حليما ومثل ما يتعلق بغيره من الأشخاص وإنما ذكرت الصحابة رضونا عليهم لمكانتهم أيضا نقول الفقه الأربعة لو جاءنا شخص وقال إن الشافع وأحمد أو مالك وأبا حنيفة ليسوا فقهاء نقول قد تواتر فقهم والفتاوى المنقولة عنهم متواترة عندنا المتواتر بخبرهم الفقه المنقولة عنهم وبوصفهم أنهم فقهاء فإذا جاء شخص وأنكر ذلك فنقول أنت قد ردت متواترا فهؤلاء الأربعة رحمة الله عليهم من أمة المسلمين ومثله بعض الأخبار أن عائشة بنت أبي بكر أن زينب وخديجة وعائشة زوجاته أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه متواترة معنويا نعم قال فما اتفقوا عليه هو المعنى المشترك بتضمن أو التزام مر معنا دلات التضمن والتزام ما هي قال هو المعلوم أي المعلوم قطعا وهو المسمى بالتواتر المعنوي التواتر المعنوي كثير جدا جدا في الشريعة الإسلامية يعني على سبيل المثال الإمام أحمد استعمل التواتر المعنوي في مواضع أضرب لكم مثالا جاءنا الأسرم قال لأبي عبد الله أحمد إن هؤلاء يقولون لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن فقط فنفض أحمد يده كالمغضب وقال من يقف على هذا وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا فالتواتر هنا معنوي فالأدعي المنقولة عن الإسلام بغير القرآن كثيرة جدا بلغت حد التواتر المعنوي للتواتر اللفظي فدل ذلك على أن التواتر اللفظي كثير جدا طبعا التواتر معنوي كثير يعني من أمثلته ما نقل الشيخ تقي الدين أن إثبات الشفعة بالتواتر من التواتر المعنوي كثير من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد قال الشيخ تقي الدين إنه إذا أجمع علماء الحديث على تصحيح حديث فإنه حين ذاك يكون مفيدا للعلم بعد ذلك فالبخاري ومسلم متواتر وصولها إلينا وصحتها معلومة عند أهل العلم إلا ما عده بعض أهل العلم كابل الشهيد أبو الفضل بن الشهيد دار قطني وغيرهم من تكلف بعض الأحاديث نعم وقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة الشخص فمثله يفيد في غيرها لشخص آخر صحيح إن تساوي من كل وجه وهو بعيد عادة نعم هذه مسألة متعلقة بالعدد الذي يحصل به العلم في واقعة هل يلزم أن يحصل به العلم في واقعة أخرى أم لا يقول الشيخ وقول من قال يعني بمن قال أبا بكر الباقلاني وأبا الحسين البصري كما نقل ذلك الآمدي قال وقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص تقدم معنا أن العدد ليس بمحصول لكن لو وجد عدد معين فأفاد خبرهم علما قطعيا متواترا بواقعة لشخص بواقعة هذا المخبر به لشخص المخبر له المخبر له فيكون الطرفان الواقعة شهود الواقعة ولشخص والطرف الآخر قال فمثله أي فمثل هذا العدد يفيد أي يفيد العلم في غيرها أي في غير تلك الواقعة لشخص آخر غير الشخص الأول هذا كلام الذي نقله المصنف عن بعض يعني أهل العلم كالباقلاني وغيره قال المصنف صحيح أي أنه صحيح فيكون مؤدى قولهم أنه يفيد ذلك لكن بشرط فجعل هذا القيد على كلامهم قال صحيح إن تساويا أي إن تساوى العددين في الأول والثاني من كل وجه يعني تساوى العددين في الواقعة الأولى وفي الواقعة الثانية من كل وجه معنى تسويهم من كل وجه يعني أنهم متساوون في العدالة متساوون في ظهور الخبر متساوون في جميع الأوصاف المشترطة وغير المشترطة وعبر المصنفون بالتساوي من كل وجه وعبر بعضه وهو في معناه مثل الطوفي قال بشرط أن يتجرد عن القراءن وهو مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين التجرد عن القراءن قال فإذا وجد التجرد عن القراءن بمعنى أنه تساوي من كل وجه فإنه يكون صحيحا قال وهو بعيد أي بعيد التساوي من كل وجه وعدم وجود القراءن عادة عادة لا يوجد التطابق مطلقا في كل خبرين لا يكاد يوجد مطلقا بل في المحل الواحد أنت في المسجد الجامع يخرج الذين حضروا المسجد فيقول أحدهم أو فيقول جميعا رأينا الإمام قد سقط من عن المنبر ويقول قد رأيناه ساعده فلان لما سقط أو حمله فلان في الغالب أن الخبر الأول أظهر من الخبر الثاني فليس الخبر الأول وقوعه في النفس كالخبر الثاني وإذا كهو بعيد عادة وجود ذلك نعم بقي آخر مسألة ثم نقف وخبر الواحد مع عادة المتواتر ذكره في روضة غيرها نعم قال الشيخ وخبر الواحد فقط نأخذ تعريف خبر الواحد أما مسائله نأخذها إن شاء الله درس القادم قال وخبر الواحد المراد بخبر الواحد أمران حقيقة ومجاز فالحقيقة ما رواه فرد واحد والمجاز هو ما رواه كل من كان عددهم دون عدد المتواتر عدد المخبرين المتواتر هذا المعنى المتجاز إن سميناه مجازا وإذا كبعض العلم يسميه خبر الواحد وبعضهم يسميه خبر الأحد قوله ما عدد المتواتر يعني أن خبر الواحد أو الأحد كل ما لم يصل إلى كل ما لم يكن خبر تواتر سواء باعتبار العدد أو باعتبار عدم استواء الطرفين والوسط أو بغير ذلك من شروط التقدم ذكرها قال ذكره في الروضة وغيرها ممن ذكر هذا التعريف ابن البنة في الخصال والطوفي والمرداوي الجزم به قال وقيل هذا القول نقله الآمدي عن بعض أصحابهم فقال وقال بعض أصحابنا ولم يسميه قال وقيل ما أفاد الظن أي أن خبر الواحد هو الذي يفيد الظن لأن خبر المتواتر يفيد القطر قال الشيخ ونوقظ أي ونوقظ التعريف الثاني وإن كان معناه صحيح يعني أن الخبر الأحد يفيد الظن سأتينا إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم قال ونوقظ أي هذا التعريف طرده يعني أن هذا التعريف ليس مضطردا أو أن هذا الحد ليس مضطردا بل إن طرده منقوض فقد يوجد شيء يفيد يصدق عليه الحد وليس داخلا في المحدود فقال وطرد ونوقظ طرده بالقياس فإن القياس يفيد الظن فصدق عليه الحد لكنه ليس هو المحدود ليس هو خبر واحد فحين إذن طرد نقض طرده بالقياس قال وعكسه أي ونوقظ عكسه بمعنى أنه يوجد المحدود ولا ينطبق عليه الحد هذا معنى عكسه فليس يكون الحد حين إذن منعكس قال وعكسه بخبر لا يفيده أي أن هناك أخبار للواحد لا تفيد الظن فتارثا قد تفيد القطع بما حفت به من قراء ثانيا أن خبر الواحد أحيانا لا يفيد الظن بل يفيد القطع لعلمنا بالكذب بكذبه كما مر معنا فقد يكون خبر واحد لكنه مناقض للموافق عقلا ونظرا فيكون حين إذن معلوم كذبه أو معلوم كذبه وذكر الآمدي ومن وفقه من أصحابنا وغيرهم إن زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيدا مشهورا نعم هذه المسألة متعلقة بمسألة المستفيد والمستفيد هذا مصطلح موجود عند الأصوليين ويستخدمه بعض الفقه وسأذكر أمثلة أن أمكى الوقت ومذكور عند علماء المصطلح وخاصة المتأخرين منهم لأن بعض من علماء المصطلح المتأخرين قد يكونوا قد أخذوا بعض الاستلاحات الأصولي بعض الاستلاحات في علم الحديث من علماء الأصول ومنها المستفيد يقول الشيخ فذكر الآمدي ومن وافقه من أصحابنا ممن وافقه أبو محمد الجوزي سأعطيكم فائدة في المصطلحات أبو الفرج ابن الجوزي تعرفونه المشهور المؤلف الكثب الكثير الضخمة جدا ألف كتاب في عد مؤلفاته اسمه أبو الفرج عبد الرحمن له ابن اسمه أبو محمد له كتابان طبيعة في الأصول لكي يفرق الحنابلة بين الأب والابن فيسمون الأب بابن الجوزي ويسمون الابن بالجوزي فإذا قالوا قال الجوزي فيعنون به الابن أبا محمد وإذا قالوا قال ابن الجوزي فيعنون الأب وهو أبو الفرج طيب وذلك قد يختصرون فيكون قال أبو محمد الجوزي فأرى بعض المحققين يزيد ابن لا لا يلزمك ابن هذا مصطلح الحنابلة يسمون الابن الجوزي يسمون الابن بالجوزي من باب الاصطلح والأب ابن الجوزي ممن ذهب له من أصحابنا محمد أو أبو محمد الجوزي ابن حمدان الشيخ تقي الدين وابن قاضي الجبل ونسب ابن قاضي الجبل هذا القول للأصحاب عموما قال وذكر الآمدي وموافقه من أصحابنا وغيرهم أي وغيرهم من الأصولين وكثير جدا إن زاد نقلته أي زاد نقلته الخبر الواحد زاد على ثلاثة طيب عندنا هنا مسألة قبل قوله زاد نقلته يدلنا على أن المستفيد أحد أقسام الأحد وبناء فإن الأحد عندهم من قسم إلى قسمين آحد خبر واحد وآحد مستفيد الذي رواه ثلاثة فأكثر أو زاد عن ثلاثة هذا واحد قول المستفيد من قسمينه زاد نقلته أي نقلته الخبر على ثلاثة على ثلاثة التقييد بالثلاثة فيه خلاف في العدد ذكر الشيخ زكريا الشيخ زكريا الأنصاري معروف هذا من أصغر تلميذ بالحجر الذين عمضوا حتى قيل ألحق الأحفاد بالأجداد شهرت كتبه الفقهية والأصولية في التدريس عند الشافعية الشيخ زكريا له كتاب اختصر فيه جمع الجوامع سمه لب الأصول يعني ربما يأتي مناسبة بعد ذلك تتكلم عنه هذا الكتاب من الكتب الجيدة التي عني بها متأخرون كثيرا ثم شرحه في كتاب اسم غاية الوصول ذكر الشيخ زكريا في شرحه على لب الأصول كتابه قال أقل المستفيض اثنان في قول الفقه فالفقه يرون أن أقل المستفيض اثنان قال وقيل ما زاد على ثلاثة وهو قول الأصوليين وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين إذن الفقه كما نقل زكريا يقولون أن المستفيض اثنان ما رواه اثنان والمحدثون في علم المصطلح ولا أعني بالمحدثين المتقدمين يقولون أن المستفيض ما رواه ثلاثة والأصوليون يقولون ما زاد عن ثلاثة هذا الذي نقله الشيخ زكريا طبعا إذا أطلق الشيخ زكريا فهو الزكريا الأنصاري صاحب منهج الطلاب ورب الأصول وغيرها من الكتب المشهورة طيب قال وإن زاد نقلته على ثلاثة يعني أنه يسمى مستفيضا قال سمي مستفيضا مشهورا المستفيض استخدم عند الفقه كثيرا وأحد تعاريفه ما ذكره المصنف ونقلت لكم من وافقه من الحنابلة أن المستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة قال بعض المحققين إن المستفيض ليس ذلك ولا ينظر فيه للعدد فكما نقول طبعا نحقق مذهب أحمد قالوا فكما نقول إن المستفيض إن المتواتر لا عدد له فنقول كذلك إن المستفيض لا عدد له ومما نص على ذلك الشيخ تقي الدين وتلميذه الطوفي في كتابه قاعدة جليلة في الأصول وفي كتابه الآخر وهو شرح الروضة وهذا الذي ذكروه أقرب وأنسب للقواعد في مسألة المستفيض طيب هذا القول الثاني أنه لا عدد له وإنما هو الخبر الذي يرويه واحد أو اثنان ولكن تلقته الأمة بالقبول وهذه طريقة الشيخ تقي الدين في طريقة ثالثة سم يعني تلقته الأمة بالقبول لكن رواه واحد أو اثنان فالشيخ تقي الدين يرى أن الحديث الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يكون مستفيضا والمستفيض حكمه كما سأتي بعد قليل حكمه حكم المتواتر من حيث إفادة العلم لكن لا نسميه متواترا فيكون الحكم فيه ما سوى فيكون يعني في النتيجة متقارب من حيث الدلالة على الحكم طيب ابن الحافظ في تذكرة من حلاب الكثب الأصول قال أن المستفيض هو الذي ارتفع عن ضعف الآحادي وقصر عن قوة المتواتر فكان وسطا بينهما ولكن لم يجعل حدا في ذلك نعم آخر جزئية آخر كلمة بالتمام وذكره الإسفرائيني وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة نعم يقول الشيخ وذكره الإسفرائيني يعني به أبا إسحاق وأنه يفيد العلم نظرا يعني أن الخبر المستفيد يفيد العلم نظرا معنى ذلك أو تتمة ذلك أن المتواتر يفيد العلم ضرورة فيكون كلاهما مستو أي المستفيد والمتواتر من جهة أنها مفيدة العلم ولكنها تختلف في السبب الموجب له هل هو نظري مكتسب أم ضروري بالاكتساب فإسفرائيني يرى أنه موجب لذلك طبعا ما معنى كونه نظرا لأن المستفيد لا يستطيع كل واحد أن يعرفه إلا أن يكون طالبا للعلم ويعرف الكتب ويعرف ما يصل إليه طبعا قول أبي إسحاق إسفرائيني هذا رب عليه الجويني وأطال في الرب عليه وأنكر قوله وقال إن هذا ليس بصحيح وإذا كفى إن الطوفي جزم أن المستفيد يكون مفيدا للظن ولكن هذا الظن يقوى بحسب مرتبة الرواية ويضعف ولا يقوى على رفع عصمة الدماء معنى قوله لا يقوى على رفع عصمة الدماء يعني أن مخالفه لا يكون مخالفا لقطعي فيجوز إباحة دمه لأجل ذلك لكن قد نقول إنه مفيد العلم يعني لكنه يكون دون المتواتر الذي مفيد القطع الأمثلة التي حكم بها فقهاؤنا على الحديث المستفيد كثيرة جدا من ذلك نقل الفقهاء متتابعون أو نقل الفقهاء متتابعين من صبع الحالية متتابعين وأول من وقفت على أنه قالها هو الزركشي أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم متواتر عفو مستفيض يقول الزركشي في شرح الخراقي لما ذكر أن هذا الحديث قواه 12 صحابيا قال وهذا يزيد على رتبة المستفيض فحينئذ لا يدفع بالقواعد لأنه مثابة الحديث الثابت مما جعل الإمام أحمد أنه أنكر بعض الألفاظ بالمستفيض فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن لبس الخواتم إلا لدي السلطان فقال الإمام أحمد إنما يرويه أهل الشام ثم حدث أحمد بحديث أبي ريحانة هذا فلما بلغ الخاتم تبسمك المتعجب ثم قال أهل الشام يقول ابن قدامة في شرح كلام إمام أحمد إنما قال أحمد ذلك لأن الأحاديث قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت بإباحتي ليست تواترا وإنما استفاضة وقد جمع بعضها العلم أحاديث الخاتم كالبيهقي وغيره قال أبو أجمع عليه أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الكلام الإمام أحمد الذي فهمه ابن قدامة شيخ تقيدين قاعدة فقال إن الخبر الواحد إذا خالف المستفيد الحديث المشهور المستفيد يكون شاذا هذه قاعدة من أصول إمام أحمد التي فهمها يعني أصحابه من كلامه أيضا هناك أمثلة كثيرة جدا نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع هذا أخونا يقول أخذ في عشر دقائق الأسئلة إن أمكن هذا أخونا يقول أجد صعوبة في فهم أصول الفقه وعندما أحضر الدرس يصيبني هم بعد الدرس نظرا لعدم فهمي للدرس شوفي شيخ أنت أول شيء أخطأت على نفسك أنت عندما قلت لم أفهم الدرس خطأ بل أنت فهمت بعض الدرس ففهمك لبعض الدرس هذا يكفي لو لم تخرج من الدرس إلا بفائدة أو فائدتين أو ثلاث مع أنك فعرفت أكثر بكثير ولكنك لا تستطيع أن تستحضر وذلك العملية التعليم عملية تراكمية بمعنى أن الشخص لا يعرف أنه تعلم ولا لا اسأل ابنك ذهبت إلى المدرسة اليوم استفدت شيئا جديد يقولك لا لأن العملية هي تراكمية شيء لا يقص ليس واضحا ليقص أشار لذلك أحمد كما نقلها ابن أبي حاتف في مقدمة الجرح والتعديل فالمقصود من هذا أن أنت قد عرفت عرفت شيئا من هذه الأشياء التي عرفتها يكفي معرفتك للمصطلحات أحيانا الأذن إذا اعتادت على سماع لغة معينة إما لغة فقهية أو أصورية أو حديثية يكفي ذلك وذلك من اعتادت أذنه على سماع حدثنا حدثنا يجد أنسا عند سماعه هذه الأساند وذلك الفائدة كبيرة جدا وليست سهلة أن يكون المرء إذا خرج من الدرس قد عرفت الدرس كل هذا يعني لا أقوله محالا ولا مستحيلا فقد جاء مثل مثل الزهري كان يحفظ كل ما يقال في الدرس حتى إذا مر بكلام لا يريد حفظه سد أذنيه لكي لا يسمع هذا نادر في الناس لكن خلنا نقول أندر من النادر أندر من الكبيرة الأحمر ولكن ثق أنك تزداد علمك وتستطيع أن تكسب مادة أكثر إلى عشرة إلى عشرين إلى ثلاثين بالمئة بوسائل الوسيلة الأولى التكرار ونسينا نتكلم أن ما هو العلم الذي يكتسب بالتكرار أو أشرت له قبل قليل أن العلم الكسبي هو الذي يؤخذ بالتكرار وهذا من العلوم الكسبية ليست من العلوم الضرورية الضرورية هي التي تأخذ مباشرة ترى الشيء فتعرفه العلوم الكسبية تأخذ بالتكرار وهذا من العلوم الكسبية فالتكرار المسألة مهم جدا المسألة الثانية قراءة المتن قبل أن تحضر الدرس جيدة تختصر عليك جزءا من الأمور لا أقول إفهمه فهما تاما لكن إقرأه وأغلب المتن صعب فاجعل على الصعب خطا الأمر الثالث بعد الانتهام للدرس من المهم أن تراجع وراجع أي شرح وأنا أنصحك في هذا الكتاب لأن نقرأه كتاب جيد وهو شرح غاية السول هو بمثابة إعادة الدرس يعني هو تقريبا نفس المختصر لأنه اختصر هذا الكتاب من اللحام ثم شرحه بالمختصر فراجع أعادة الكتاب لكن ربما زاد بعض العبارات التي تحل الإشكال فغاية السول صغير جدا جدا يعني أكبر من كتاب نبي قليل قد يفي بالغرض فيكون فيه مراجع للكتاب فأرى أنه من أنسب الكتب التي يراجع بها بسرعة لا أعرف إلا هو إلا طبعة واحدة لا يوجد له إلا طبعة واحدة مجلد صغير جدا شرح الغاية غاية السول صغير وشرح الغاية كذلك صغير المؤلف يوسف بن عبدالهادي ابن عبدالهادي اختصر في الغاية ثم شرح أظن الموجود في الموسوع الشامل هو الغاية فقط غاية السول بدون الشرح الشرح مصور تجده عن طريق النت مصور بـ طيب من الأمور المهمة جدا شوف الأصول إشكاليته لغته شوي غريبة شوي طبعا حشوه يعني متعب فالمساء التي تكون فائدتها أقل لا أقول دعها بالكلية وإنما لا تطل في فهمها لم تفهمها اليوم ستفهمها بعد سنة سنتين بعد ثلاث بعد عشر ليس لازم أن تفهمها وأنا في الدرس في الحقيقة أنا أعلم أن الناس متفاوتون فأحرص على أن يكون الكلام للجميع فأقدم أحيانا فوائدة من هنا ومن هناك في ظني وقد أخطفي أكثر من أحيانا في التوفيق في هذه الجزئية ولكن الأصول مهم جدا أن ترتفع وأن لا نقف عند المبادئ الورقات وهذه المبادئ السهلة بل ارتقي لكي تأخذ الكليات على العموم أنت ظلمت نفسك بل فهمت ومرت عليك مسائل كثيرة جدا وسيأتينا إن شاء الله بعض الدروس قد تكون صعبة وبعضها سهلة درس الماضي أظن الإجماع سهل قضية الكتاب سهل جدا وهكذا هذا أخونا يقول ما أفضل متن للحفظ في أصول فقه على مذهب الحنابلة نظما ونثراء وما رأيك في نظم الشيخ حافظ الحكمي في الأصول وهل هو على مذهب الحنابلة نعم نظم الشيخ حافظ على مذهب الحنابلة وذلك فإن أحد الباحثين له رسالة لم تطبع بعد تكلم عن منظومات أصول الفقه درس منظومات أصول الفقه الحنبلية وقرأ ودرس نظم الشيخ حافظ فوجده على أصول الحنابلة في الجملة يعني لماذا أقول في الجملة حتى هذا المثل في الجملة قد يكون خالف مسائل معينة أفضل المثل للحفظ يعني هم يقولون مشكلة صعوبة العبارة مشكلة شوي وإلا مختصر التحرير لكن عبارة صعبة بعض الشي على كثير من الإخوان يعني لعلي أتأملها أجعل الجواب في الدرس القادم إن شاء الله ما هو المثل المناسب للحفظ هذا أخونا يقول إذا نسبب نقدامتها قولا إلى أحد الفقهاء السلف المغني يمكن أن نحتج بهذه النسبة في نقض إجماع ما أم لا بد من الوقوف على سند النسبة إذا نسبق قولا ما فدل ذلك على أن الإجماع ظني وليس قطعي هذا واحد ثانيا الإجماع الظني حجة لكن يجوز مخالفته يعني يجوز الاستدلال به لكن يجوز مخالفته إذا ثبت لك ما يدل على ظنيته إما لعدم النقل المجزوم به أو لعدم لوجود المخالف ثم نأتي في مسألة التقليد الميت التي سبق ذكرها في الدرس الماضي أظن فمسألة النقض مسألة ومسألة حجية الإجماع بعض الناس يقول إذا نقض الإجماع لا حجة فيه لا غير صحيح بل قد ينقض الإجماع بمخالفة الواحد لكن يبقى حجة ومر معنا أن قول كثير من أهل العلم أن قول أكثر حجة وإن لم يكن إجماعا بل قول الأربعة الخلفاء الراشدين قيل حجة بل في قول لكنه ضعيف أن قول إما الأربعة اتفقوا عليها أبي حنيف ومالك والشافع وأحمد يكون حجة لكنه ليس كذلك إذن كلمة النقض تختلف عن قضية الاستدلاب فقد ينقض الإجماع نقول ليس إجماعا أو نقول ليس إجماعا قطعيا بمعنى الأدق ولكن يبقى حجة طيب هذا أحد أخوانا يسأل عن قضية يقول أن ذكرت في درس الكتاب أنه لا بد أن يكون من مصحف عثمان رضي الله عنه وقد جاء في بعض القراءات يعني زيادة أو نقص هذه المسألة يعني يعني هي جاء في بعض يعني بعض القراءات زيادة مثلا تجري تحتها وفي بعضها تجري من تحتها في قراءة نافع عنده بعض الحروف من كثير وغيره العلماء يقولون أن مصحف عثمان رضي الله عنه كتب أكثر من مصحف حرق مصحف أبي بكر رضي الله عنه ثم كتب عددا من المصاحف قيل خمسة وهو الذي مشى عليه يعني بعضهم مثل أبو الفضل الرازي وقيل سبعة وقيل أكثر من ذلك فأرسلها إلى الأمصار الكوفة البصرة الشام مصر مكة وأبقى عنده في المدينة مصحفين مصحف عنده وهو سمى مصحف الإمام ومصحف آخر اقرأوا منه الناس هذه المصاحف أرسلها عثمان رضي الله عنه وأرسل مع كل مصحف معلمة فأرسل أبا الضرداء وعبد الله بن مسعود وغيره فكانوا يقرؤون الناس من هذه المصاحف قيل إن هؤلاء المقرئين لما أقرأوهم قالوا قرأناها بهذه الطريقة فوجدت فيها هذه الحروف الزائدة أو الناقصة التي ليست في المصحف غيره ثم بعد ذلك كتبت فكانت تلاميذتهم أضافوها أما المصحف الأول فليس كذلك ولكن أبا الضرداء وأبا موسى مثلا وبن مسعود وغيرهم قرأوها ونقلوها بسماعهم من ابس الله وسلم وقيل إن مصاحف عثمان رضي الله عنه الخمسة بينها فروقات وقد ألف أبو عمر الداني كتابا اسمه المقنع في رسم المصحف أو المصاحف أذكر الفروقات بينه وهم من أول من ألف في هذا الفن وعلى ذلك فإن لأهل العلم توجيهين ذكرتها لكم إما أن يكون عثمان رضي الله عنه في رسمه قصد ذلك وإما أن يكون المعلم وقد سمعها من ابس الله وسلم قال ذلك ولكن المعلم قد يكون قد سمع آية كاملة ليست موجودة فلا يضيفها كما جعل مسعود رضي الله عنه طيب هل القراط في الصلاة على الميت بعد الجنائز أم بكل صلاة قراط فضل الله واسع وإن شاء الله يكون بكل صلاة قراط نقول ذكرتها في الدرس الماضي الأفعال الجبلية الاختيارية مما له تعلق بالعبادة لم يتضح لي كونها جبلية ومع ذلك تعبدية شوف الأفعال الجبلية قد تكون في أثناء العبادة مثل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لجلسة استراها قد تكون جبلية لأنه قد ثقل وهذا الذي مشى عليه الحنابلة وقيل إنه قصده فهل نقول إنه سنة أم ليس بسنة المذهب ليس بسنة لأنها جبلية في أثناء العبادة مثلها أيضا ما يتعلق بصفة القيام والقعود لو لا ورود الحديث الآمر أدال عليه وهكذا قول من عباس إن من ترك نسكا فعليه دم طبعا هذا الحديث في الموطة فهل يمكن أن يقال إنه إجماع سكوتي لأن ابن عباس كان مفتيا في الحج فيشتهر قوله ولا يعلم له مخالف من الصحابة يمكن أن يقول ذلك نعم وذلك أغلب الأئمة على هذا الشيء لم يخالف في وجوب النسك على من عليه واجب إلا الظاهرية ونصر قولهم الشوكاني وربما انتصر له بعض المتأخري ولا أدري هل يرواي عن أحمد أم لا فالأربع كلهم على ذلك فهذا يدل على أن قول ابن العباس قوي جدا حيث لم يعلم له مخالف وسيأتينا إن شاء الله في قول الصحابي أنه إذا اشتهر مثل قول ابن العباس ولم يعلمه مخالف فهو إجماع أي إجماع سكوتي يقول ما حكم البيع على التصريف وذلك بأن توضع البضاعة عند المحل برسم الأمانة فما بيع منها يسدد ثمنه هذه المسألة مسألة تحتاجت إلى تفصيل البيع على التصريف يختلف نوع العقد فيها فالعلم بعضهم قال إنه ممنوع منها ولكن نقول إن الذي منعوه إنما هو صورة مختلفة عن الصورة التي نتعامل بها ولكن على العموم نقول الجائز منه أولا إذا كان على سبيل السمسرة فيأتي صاحب البضاعة فيقول ضع البضاعة عندك فما بعت منه فلي كذا وما زاد فهو لك فنقول يجوز وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم النخعي قال بيع السلعة بكذا وما زاد فهو لك فحينئذ يجوز فيأتي صاحب البضاعة ويأخذها ما فائدة هذا الشيء أنه إذا جاءت آفة فأتلفت البضاعة فالضمان على مالك المال إلا أن يكون هناك تفريط هذه حالة أولى الحالة الثانية أن يكون شرطا معلقا عليه الفسخ مثل أن يقول بعتك هذه البضاعة على أنها إذا لم تبع فلي حق الفسخ هذا الذي يتكلم عنها فقهاءنا أن يكون معلق يقول بعتها وهي في ضماني وهي ملكي ولي حق كامل التصرف لكن إذا لم أجد بائعا يبيع إذا لم أجد مشتريا يشتريها مني فإن لي أن أردها فيكون فسخا تعليق الفسخ يقولون على مثل هذه الأمور يقول لي هذا الصح لأنه مجهول فقد تباع بعد يوم وقد تباع بعد عشرين سنة وقد تباع بعد أكثر وبناء عليه قالوا إنه لا يصح لكن نقول انظر معي إذا جعل تاريخ زمن فيكون خيار الشرط مثل أن يقول هذه البضاعة اشتريتها منك إلى شهر فلي أن أردها سواء صرفها أو أرد إبقاءها عنده فلا يعلقها بالتصريف وإنما تكون بالشهر وعلى ذلك نحمل عمل الناس فنقول حدد مدة في التصريف وإلا فلا مثل ألبان الآن يقول لك ثلاثة أيام نأتي إذا وجدت البضاعة أسترجعها وإلا فلا فنقول حين إذن يجوز يكون من خيار الشرط المحدد بمدة المعلومة ولا نجعلهم معلقة بالتصريف الأمر الثاني أنه نقول هو صحيح لكنه يكون جائزا إذا كان مطلقا فيكون جائزا ولا يكون لازما لا أن العقدة باطل يقول مش كطرعا في الفقه لا أريد أن أخذ كثير من الوقت يقول ما حكم بيع مال يملك كأن يبيع سيارة ويسترم ثمنها من الزبون ولم يملكها بعد ملخص الكلام أن بيع مال تملك نوعا بيع لموصوف وبيع لمعين هذا ملخص الكلام أما بيع المعين فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وفي لفظ لا تبع ما لا تملك وأما بيع الموصوف فهو الذي فيه التفصيل قبل أن أتكلم عنهما ما الفرق بين المعين والموصوف المعين الذي لا يوجد منه إلا شيء واحد بعتك هذا الكأس بعتك سيارة الحمراء الواقفة أمام المسجد فعينها لا يوجد في الدنيا إلا واحدة معينة لا يجوز للشخص أن يبيع معين ليس في ملكه أو مأذونا له ببيعه كأن يكون وكيلا أو وليا أو وصيا وما عدا ذلك فالعقد باطل لأن مالك العين كالسيارة أو الكأس قد يرفض بيعه فحينئذ لا يجوز وعلى ذلك يحمل الحديث بما يأكل أحدكم مال أخي هذا من أكل مال الظلم الحالة الثانية أن يكون بيع موصوف كيف بيع موصوف بعتك كأساً هيئته كذا وكذا بعتك سيارة بعتك خمسة أكياس رز من النوع الفلاني فينص لك على موصوف لا معين نقول بيع الموصوف إن عقد الإجماع على بيعه إذا كان سلاماً أليس كذلك؟ بيع موصوف في الذمة بثمن حال فإذا وجد شروط السلام فهو جائز طيب بعض الناس قال إن بيع الموصوف خرج عن قاعدة بيع ما لا يملكه فهو مستثنى من القياس فحينئذ نورده بشروطه الأربع المشهورة ذكرت لكم بعضها قبل قريب وقال بعضهم لا ليس خلاف القياس بل إن بيع الموصوفات يجوز إذا لم يكن مملوكاً وبنان عليه فيصح ولو كان حالاً وهي الرواية الثانية متب أحمد وفاقاً للشافي ويصح بلفظ البيع ويصح بلفظ السلام أما المتأخرون فيقولون بيع الموصوف يصح بلفظ البيع إذا كان مملوكاً ولا يصح بلفظ السلام ولا يصح إذا كان غير مملوك لكن صحيح أنه يصح مطلقاً واضح الكلام هذا الذي ذكرته طيب إذا بيع الموصوفات أسهل بكثير وليس فيها أي إشكام نعم بيع ما لا يملك السيارة نقول إذا حدد السيارة فلا يجوز إذا لم تكن ملكها أو مأذن له فيها وإن كان له مثلها أعطيك هايلوكس مثلاً والسوق مليان هايلوكسات فحين إذن يجوز لك أن تبيع وهي في السوق ستشتريها ثم تعطيه إياها طبعاً يدلنا على هذا أنه لا يبيع من الموصوفات إلا ما كان متوفراً في السوق ومضبوطاً ما لا يتوفر في السوق بعض السيارات نادرة مثل السيارات القديمة مثل السيارات التي لا توجد الروسية وإن تجد الروسية هذه غير موجودة كيف تبيع مال التملك هذا لا يصح العقد فيه هل يجوز وضع الأحواض الزراعية والنباتات داخل المسجد إلى غير جهة القبلة نعم يجوز نص العلماء على أنه يجوز جعلها لكن بشرط أن لا تضيع وقفاً في المسجد وقد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل نحو من ثمانين سنة أو أقل بقليل شجرة في مسجده صلى الله عليه وسلم نخلة كانت في الخارج ثم أدخلت في مسجده صلى الله عليه وسلم لكن أن تزرع بعد بناء المسجد فهذا تضيع للوقف ما يصح لكن ابتداء لا شك إنه جائز وإن كان مصنوع الصحيح أن الموصفات ليس خاص بالمكيلات ولا بالموزونات طبعاً في السلام قالوا مكيل أو موزون أو معدود أو مدرون صحيح أن كل ما يمكن ينضبط بالصفة فيصح ولو كان مصنوعاً ولو كان غير موجود مثل بلاستيك مثل مناديل وغير ذلك طيب إذا قال عالم مطلع كبن قداما لا أعلم وخلافاً بين أهل العلم فهل هذا يلحق بالإجماع ويكون حجة تكلمت عن هذا الدرس الماضي أنه لا بد أن ينظر من هذا العالم وقوله لا أعلم هو نفي للخلاف ونفي الخلاف قلت لكم كلام الشيخ تقيدي ثلاثة أنواع الإجماع السكوتي نوعان إجماع استقرائي وإجماع نفي علم فالاستقرائي أن يستقرد جميع الأقوال فحينئذ ينفيه ونفي العلم هو هذا أضعف بكثير لا شك لا شك أنه أضعف يقول ما حكم أهداء الكافر طعاماً حراماً كشوكولاتة أو ما أدري إيش من نحوه ما تحقيق المذهب في هذه المسألة نقول ما أدري يعني يعطائه طعاماً يجوز بس يعني شوكولاتة ليست حراماً فيه دهن في هذه المسألة هم طبعاً يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلنتكلم عن الخمر الخمر فيها تفصيل مستقل أجل حملها الخمر لها حكم مفصل وأما الذي التغت ماليته فإن كان في دينه يرى جواز ذلك فيعطى فيكون باب التخلص وهذا ظاهر كلامهم لأنه ليس عليه يعني ما بعد الكفر ذنب الخلل من الكمال الذي يشرع فيه إعادة العبادة في الوقت نعم الإعادة في الوقت هل يدخل فيه إعادة الفاتحة في الصلاة لمن قرأها حال غفلة فيريد أن يعيدها من نفس الركعة نقول لا لا يجوز لأنها فتح باب الوسوس نصوا عليها بصراحة ذكر المؤلف الخلاف في حجية الإجماع السكوتي وذكرنا أن الإجماع الإحاطي يصعب إثباته الإجماع نوعين إحاطيون بأن يحيط بجميع الأقوال وهو قولي وهذا لا يكاد يوجد إلا في عادة الصحابة رضونا عليهم ثم بعد ذلك الإجماع السكوتي وهو نوعا أن يستقرأ الأقوال ولا يعلم خلافا أو ينفي الخلاف يقول لا أعلم أحدا يعلم قولا واحدا ولا يعلم خلافا له وهو الأضعف تكلمت عنه في الدرس القاضي اشترط أو اشتراط كونه عالمين هل المراد بالعلم بالمسألة أم العلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اشتراط كونهم في أي مسألة هذه يقصد غير ظنين نعم قوله كونهم عالمين ليس عالمين كونهم عالمين يعني أنهم يقطعون به هذا معنى القطع القطع بصدق المخبر لأن العلم إما أن يكون في الدرجة الأولى وهذا مقطوع به لأن المشاهد بمحسوس والطبقات الثانية هل لا بد أن يكون قد قطع بصدق خبره فيكون قد وصله بتواتر أم لا هذا هو الكلام السابق هذا عدنا في عدد القرار يقول ما منزلت أبحاث مرعي في المذهب هو فيه طريقتين في مسألة مرعي في كتاب الغاية هو المعتمد من كلام مرعي غاية والدليل وغيرها ليس له كتب الأخرى لا نظر فيها وإنما تكون فتاوة علماءنا يقولون المتأخرون حينما ضعفوا عن نظر في الأدلة والقواعد قالوا المعتبر في الترجيح ما في المنتهى والإقناع فإن تعارض فللعلماء مسلكا فالحنابلة في جزيرة العرب في الجزيرة العربية في الحجاز ونجد وغيرها من ذلك الوقت من قرن التاسع العاشر الهجري يقولون المقدم المنتهى وقد أرسل مرعي عندما أنف كتابه الدليل والغاية إلى بعض الفقهة الذين عاصروا هنا ومع ذلك لم يقدموا الغاية فرأوا أن المنتهى مقدم عليه الطريقة الثانية طريقة الشاميين من الحنابلة وخاصة النابلسي المقادسة فإنهم يرون نص على ذلك السفارين في بعض أثباته فقالوا إذا تعارض الغاية والمنتهى قدم الغاية إذن فتقديم الغاية ليست على طريقة جميع المتأخرين وإنما بعضهم فبعضهم يرى أن المنتهى مقدم دائما بل إن بعضا من المحققين يقول إذا تعارض المنتهى والغاية نرقى وهذا الصحيح قالها ابن قايد فنرقى إلى التنقيح نص عليها ابن قايد في التنقيح وغيره فترقى للتنقيح فترجح ما رجحه المنقح الشيخ القاضي على الدين مرداوي يقول لماذا لم ينقل شيء له علاقة لماذا لم ينقل شيء عن علاقة البهوتي ومرعي مع أنهم في زمن وبلد واحد لا لا نقل نقل قصة كبيرة جدا يقولون هل البهوتي هل مرعي تتلمذ على البهوتي هذه قصة مشهورة جدا هل مرعي تتلمذ على البهوتي أو كذا وليس كذلك لم يتلمذ عليه لا هذا ولا ذاك لأن البهوتي مات عام واحد وخمسين عمره تقريبا خمسين أو يزيد بسنة وعندما مات مرعي عام ثلاثة ثلاثين عمره ثلاثة ثلاثين فلا يلزم التقاؤهما هو الذي يعني في لحظة شوي فيه واحد ثاني اسمه مرعي غير هذا هو الذي قرأ عليه الشيخ منصور يعني العلي وراجح مسجلة عندك نسوية وعلي وراجح الدرس القادم آخر سؤال يعني أرجم الإخوان يعني أنا لا أرى جيدا فلعلهم أن يحسنوا الخط إن أبحاث الخلاف في إفادة الموافق للعام هل هو فيه لم أفهم شيئا لعل الشيخنا الفاضل هذا يكتب السؤال الأسبوع القادم وأجيب عنه صلى الله وسلم على ذينا محمد شكرا شكرا